جزء من أبيعها في الليد بـ 48 المحت وقت النكبة أعلنوا على إقامة دولة إسرائيل والليد لسه ما سقطت الناس احتمت بجوامع وبالكنيسة بالليد فاتوا عليهم البالماخ و نصفوهم جوا وفي عندي إثباتات طلعنا تسجيل Never Be For Seen Footage اللي فيه جنود بالماخ بيحكوا مع مخرج إسرائيلي بسنة 89 وبعترفوا بكوية من المجزرة هاي هده شي موجود بالفيلم بلشنا آه أوكي رامي آه غزل كم مرة سجرت ديبلة الـ PMX غزل احنا عملنا مرتين مرتين ولا مرة حتى مضوا معنا إيش شو ليه آه طلعوا بدأولكم شغلة واحدة انه معظم الفرق اللي عزفت PMX ما عزفتش أكتر من مرة عزفت مرتين بس تعمل لي شيئا لا استنى عبا جابك عبا جابك عبا جابك اسألوا حالكم ليه با حد أختمكم أنا عملت اللي علي عملنا اللي علينا إحنا وإحنا منوفر منصة منجيب الديليجات صالوا كمان شو نحكي شو عن البلستاني ميزيك إكسبو بس آه حاوس تشيك انتو إيه عملوا حاوس تشيك وإنه با حاوس تشيك بس إنه إيه متطلبات الفرقة اللي ده تقدم للبي اميكس يعني إنه تشيك وإنه بس تشيك ولا بيعرف اش يحكي كمان بالأول إش أوكي تعالوا نون شو البلستاني ميزيك إكسبو ولا إنا نبدأ من السفة تعالوا نبدأ من السفة مرحبا أنا رامي رامي يونس مرحبا جماعة العادي وزيادي في راسنا الدعا في ديب عموري معنا اليوم رامي يونس مخرج كاتب بياميكس اللي عملها ويعني من الناس المؤسسين هو ومحمود الجريري وعبد حدحوت وعبد عادلة ومجموعة الإنجليز تاعتنا مرتين وكل فأنا يعني أحفظ الألقاب لجميع ولكن اليوم برنامج يعني إن شاء الله راح يكون المرة أخير وبدكاست ويلا ومن نتطوشش هاي الكاميرا تاعت هاي كاميرا تاعتين شكراً على حسن المتابعة بحب أشكر في ملان في ملان بحب أشكر يوتيوب والأسس يوتيوب وجميع الأم الإسلامية وإيلان ماسك لايك بشير وسبسكرايب ويلا باي فأه بي امكس مدينة بي امكس بو هو معرض موسيقى فلسطين باختصار بي امكس الفكرة تاعتنا هي نربط مشهد الموسيقى الفلسطيني مع عالم صناعة الموسيقى العالمي فالفكرة تاعتنا كانت انه بال2017 عملنا الاشي كتست معين ورطنا ونجحنا كان عنا 30 احنا بنسميهم مندوبين من عالم صناعة الموسيقى ناس اللي عندهم مهرجنات ناس اللي عندهم شركات صناعة الموسيقى ناس اللي بيختموا ناس بيختموا مع مهرجنات وإلى آخره صحفية صحفية ونس تقال يعني من العالم هذا والفكرة كانت انه نوفر منصة للفلسطينية قد ما منقدر يعني انه احنا بنحكي هنا كمان ع فلسطينية الداخل وكمان ع فلسطينية السبعة وستين موضوع غزة موضوع كئيب يعني بس بلا 2019 قدونا نطلع موسيقية من غزة بس انه آه عدنا 30 سنة نحاول بس بسنة أخيرة زبط معنا فالفكرة انه نعرض الموسيقى تاعتنا قدام هذول الناس على أمل انه الفلان الفلسطيني يقدر يخدوه يقدر يختمو الأوليش أجاب من حاجة انتم موسيقية ومين قدكم بعرف انه في عنا مشكلة فيش عنا البنية تحتية هون الملائمة لانه نخلق أصلا صناعة موسيقى يعني فيش عنا اشي زي هيك عنا مشهد ليش عنا مشهد لانه عنا موهبة يعني الحلقة اللي طلعت قبل بالبودكاست هذا كانت الوالدة تحكي هون صحيح صحيح حكينا معنا عن الموضوع انه انه حكينا انه فرقة الشاطئ انت حكيت حتى يعني اكتر كون دقيق انه كان لازم يعني لو فيه هولوف فيم هون كان هين بيكون بالهولوف فيم ما فيش انجد فيش جسم فيش جسم بيجيب بيقدر بعطي تقدير بعطي هوية بعطي رخصة بعطي اواعي ميكروفونات هذا الالبوم هذا الفيديو كليب هذا الاندستري هني ساوه هيك لانه فيه فن لانه كان فيه عنا فن بالتبانينات كان عنا بالستينات كان عنا بالستينات قبل التمانية واربعين كمان كان عنا فن اه اه نعرف بس لما منوثق هن ومنحط هن بوجه الكل معاتوا فيه دولي معاتوا فيه ثقافي معاتوا فيه مية بالمية ايش نحك عندنا عشان لك الفكرة تعتنا كانت انه احنا مؤسسين البالستان ميزيك اكسبو بس الفكرة تعتنا انه نفتح مكتب موسيقى فلسطيني هو البالستان ميزيك اوفيس بي ام او وبس نقدر نفتح لقدام نأسس البالستان ميزيك اوفيس الفكرة تعتنا هي انه اه نعمل هولوفيم لنا فريد يكون عنا بيت للفنان الفلسطيني نقدر ندرب بالفنان الفلسطيني من اي تو زي كيف تسجل كيف تشتغل كيف تكتب اغنية كيف تلحل اغنية مع من تشتغل كيف تشتغل كيف تصوق كل اشي ما الوحدة من الاشياء اللي كتير حلوة بي ام اكس هي الوركشوب اللي بتصير بالنها صحيح لكل اشي كيف قبل ما تمسك هاي القالة واكيد يعني كل واحد ماسك القالة او بيغني او كزا اوكي تمام بيجنن بس طوانا شوي في هذا شغل في وورك واندر كيف تسويه ووراء الكواليس غير انت وانت عم بتسجل في كل التواصل في كل الميديا كيف تستخدم الميديا كيف تستخدمها كيف تتنشر حالك كيف تسجل كيف يعني واشي شكرا ما فاحنا حنا برشت فيك بالاول شمالة بس انا كان قصدا شكرا حيبا شكرا الفكرة تاعتنا لما أسسنا للاشي هادا محمود جريري عبد حد حوت عبد عادلة أنا ومارتين الفكرة تاعتنا كانت انه نعمل اشي صغير نجسلنا بادي نشوف كيف راح يكون الاقبال من الطرف تبعنا احنا الفلسطيني كمان ع هذا الاشي من جوة نصطدمنا من قدر ما كان في عطش للاشي هذا وكان في نجاح كتير كبير كمان للا بعد بسنتين وهلا احنا بمراحل كتير بتغلب القصة كتير صعبة بس احنا هلا بمراحل نجيب تمويلها حتى نقدر نفتح البلستان ميزيك اوفيس فمبدئيا الفكرة هي انه يكون مضلة كبيرة اللي هي اسمها البي ام او بلستان ميزيك اوفيس وتحتها يكون في مشاريع صغيرة بمعرض موسيقى فلسطين هو راح يكون بس مشروع واحد صغير من كل المشاريع اللي راح نعملها يعني لأدام الموسيقى اه اوكي في كمان مخطط لأدامك طبعا طبعا أنا بدا الحلم تبعي انا شخصيا يعني يكون بيت للموسيقى الفلسطيني هذا 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 اوكي اوكي باحتفال 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 بتذكر قبل بي ام اكس الاول احدى الديليجات المندوبين اللي بيجوا من العالم واحد اسمو لاري اللي هو كان الديتر تافو لاري الديتر كان اديتر بالسابق سبعتاشر سانية كان اديتر بيلبورد من عالم الموسيقى لاري حكالنا كنا عاديين بغداء واشبت غداء برمالله وبقولنا اسمعوا انتو تفهمين انه انتو عندكم اشي اللي هو مميز مش موجود يبقال لي محل تاني بالعالم الفنان الفلسطيني عنده قصة بس هو بيادر حكيها فيش اي حاجة تاني بيادر حكي قصة الفنان الفلسطيني لو كنحكي على الموسيقى بس انا بيخدها محلات تاني بيخدها محلات السينما بيخدها محلات الكتاب بيخدها محلات انا كمان بالنسبة ليلي كمان الصحافي هي فن وكمان الشغل الاعلامي هو كل هذا بالضبط ففي محلات انك تتفنن كمان بالمحلات هاي وانت كفلسطيني you have a unique story no other artist كل ارضي هاي بيقدر يحكيه فيش حدا فيش حدا عنده هاي القصة بالضبط بالضبط زي ما بحكي كل واحد فينا بحاجة لدكتور نفسي من ايش عم بقاني للفلسطيني فهم علي بالمقابل في عنده قصة كل واحد في عنده قصة حتى اللي بده يتهرب منها رح ترجع له فيمت علي دو ميحرز فيش ايشو تهرب من وسطك يا زي فيش تهرب من وسطك التراوما is part of us في صديقك كتير منيحة مرة حكاتلي يعني انا كمان كاتب ومكتب سيناريوهات بشترع فيلم انا بنحكي على ايشي كمان شوي بس قلتلي مرة اوعى تكتب على الاحتلال بديش اشوفك تعمل فيلم على الاحتلال انا عامل فيلم على الاحتلال بس بديش اكتب على فيلم على الاحتلال قولها ليه ايش سببها بتقول لي اكتب قصة حب اكتب مشاهد بعفش ايش ما ما خصش طفولة ايش زكريات حب هاي trust me انا بناءدم سياسي يعني السياسي رب عفقية جوة يعني بقدر شهرب من الاشي اهايك ثبتتت من زمان باسأل اغنان احكي على العيلش بقى اهلا بقولكم منوانا رجاي الاشياء قالتلي الاحتلال رح يكون موجود بالسبتكس طبعا اي اشي انت بتعمله مليون بالميش اي اشي بتعمله بيطررش ديك المرة بعدنا قبل يومين كنا مع كان بالبودكاست معنا نمثل اياد حراني فكمان حكيت له قلت له احنا لو شو مع الاشي الحلو فينا لو شو مع منا اي نوع فيلم اي جانرة رح يكون بالسيناريو غصبا عنا في السياسي الموجود لقد مضى ده تهرب منها بتكاش تجيب بصيرة السياسي لو ده تحكي عن قصة عصبات وكيف صارت العصبات في سياسي صارت عشان العصبات صارت مية بالمية برو مية بالمية مية بالمية قصة الاجرام اللي المجتمع العربي عم بعاني منها هاي بيكون اعمل بني ادمها وساذج جدا 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 اذا ما بيفكر انه فيه هنا كمان صح انزل اطلع من تحت من تحت هاي الصخر العيش تحت بالزابط يعان احنا بالتسعينات ما عندي معطيات او كان عندي معطيات منTerig منذكر الارقام بس بالتسعينات انا كل خالقنا مشولاد صغار احنا هون يعنى meron يعنى مناعنا عشو مجتمع العربي كان يمروا بالتسعينات انا ابن Lyd ووات التخبص كان عندنا كان بالتسعينات ما كانش فيه محلات او كان محلات تاني قليل جدا يعنى صار اشي صار إشي آخر 20 سنة، صار إشي قبل 20 سنة، كان فيه انتفاضة كان فيه إهمال من الدولة، إهمال واضح من الدولة يعني they look the other way زي ما بقوله يعني عساس سيصير فينا أجمل بيصير بالمجتمع الأسود الأفريكو الأمريكاني يعني إنه قلتوا بعض، قلتوا بمشاكل الإجرام تاعتكم قلتوا بهاي، تخطخوا بعض، وخلوا الإشي عنكم زي ما كتير بيحكوا إنه أنا بحكي كثير أنا مش هدفين يطلعوا لسلاح من البلدك لا، بالعكس، خلي السلاح هاد موجود وإنتوا قطلوا بعض أنا هيك حسب رأيي لعمال يسير يعني إن فيش عندهم إمكانية يفوتوا على بلاد معينة، مش كلهم خلنا نقول في بلاد أصعب الوباتوملين هو إنه أنا عمل تقرير مرة على الموضوع إنه كمية السلاح وإشي لا يوطاك بس إحنا جينا نحكي بس على السلاح؟ لا 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 إحنا من غوص إحنا معاك يعني إحنا معاك إحنا معاك معانا أسلحة أكتر من الجيش الإسرائيلي إذا إحنا أجع بالنا بس برضو لا إحنا مش منظمين إنسك شعر خمسة، شعر خمسة، الشرطة الإسرائيلية، وبقدر أقولها وفيش عنده أي مشكلة أقولها لأنه في عنده إثباتات، الشرطة الإسرائيلية هجمت مع المستوطنين، وبقولها مستوطنين لأنه المستوطنين مدعمين من بنكفير ومستوطنين المضاريب من الضفة، وقدام عيونا، وقدام عيونا، هاجموا أحياء عربية، هاجموا الجامع، والكنيسة باللد، وفي عندنا كمان توثيق لهذا الشيء، وإثباتات على هذا الشيء، بس فيه حراط وفيه أحياء باللد، اه. اشترغب. اشترغب. بضرش فوتوا عليها. بضرش فوتوا عليها. اشوف ميدي يفوت عليها. المسلاحة ده اللي اعطتوه يتغلغل هيك بناتنا بشوارعنا وهيك اللي كان يتخطخ فينا مرة واحدة بالزبط مرة واحدة يتباكفايرد. مرة واحدة يتباكفايرد. وصاروا منفع نسبهن عادي صاروا. المستوطنين صاروا يخرويد فينو. باللد يعني باختصار. صاروا يطلعوا هنه من في اقصام. والحيوان كانت في وقتها. لا مش باللد. بالعكس باللد. باللد مش راح يطلعوا باللد يزيدوا. اللي صار باللد بالفترة الاخيرة. فيش عندي كمان هون معطيات. انا صحفي انا لازم احكي بس بمعطيات. ولكن في عنا في عندي نشطاء باللد اللي بيقولوا انه حسب احزازهم وحسب معتقداتهم. لانه كمان عمالة منشوف منلاحظ التصرف مختلف شوية عند رئيس البلدية. اللي هو من الليكود وكان حليف للنواة التوراتية. القرعين التورانين وهناك المستوطنين. مضغوط كتير للبنادم. لانه جاء من حزب الليكود. وبالاخر اللي بيصوتو له هم الناس اللي هم مش بس القرعين التورانين. هم خمسة بالمية فقط من اهل اللد. اللي بيصوتو له هم اليهود اللي كانوا ساكنين باللد من قبل بالزمنات. هدولا قالوا لك أنا مالي. اللي مال أبوي. ألمالي. لا مستوطنين ولا عرفين. ألمالي. عاديين بيطلعوا من اللد. فالباس تابعه اللي بيصوتله اللي مفروض يعطيه كمان كادنسيا لقدام. عم بيختفي. ففهم الأخ. بتأمل. بتأمل. إنه عم بفهم الأخ إنه ربه غولي كتير كبير بسعب السيطرة عليه. أنا قبل الجمعة. قبل الجمعة يا جماعة وناس. رحت أنا ورامي. نزلنا على الليد. كان في تكملات من الفيلم اللي انت عم تشتغي عليه. سميت الفيلم؟ أوكي. الفيلم Working Title زي ما بقوله. اسم موقع. أنا مش عارف لسه إذا نخلص. اليوم كنت أحكي مع الإديتر تابعنا المحرر تابعنا إياس سلمان. تحيي. 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 تحييي لإياس سلمان. إيش الجانر؟ أوكي. اسم الفيلم اسمه Lid in Exile. Lid في المنفى. مش عافظة راح يضل هذا الاسم بالآخر. بس يطلع. الفيلم راح يطلع كمان شوي. يعني كمان شهرين. شو راح يطلع. رديت عصا ديكتاك عملت فيلم حب. لا عملت فيلم نكبة. نكبة الليد. أكتر نكد ممكن يكون. اسمع فيه نكبة. شباب فيه نكبة وفيه نكبة الليد. آه يعني فيه نكد وفيه نكد وضرب عالستيرويدم يعني. أمت مش فهمين. أمت مش فهمين. أنا كتير مرات بقدرش أحضر الفيلم لازم بتعرف بسألوني أسئلة للشغل وهيك لازم أحضر مشاهد لازم أحضر صعب علي كتير مرات. هو دوكو ساينس فكشن؟ هي بالضبط. هو ساينس فكشن دوكومنتري اللي بحكي قصة الليد من الثمانية وارمين لليوم. فالفكرة أنه مش بس نعمل فيلم وثائقي. الفكرة أنه نعمل فيلم وثائقي مع مع إليمنتس مع عناصر اللي هي من عالم السينما. الساينس فكشن. عالم السينما الخيالي تعالي. خيالي. هذا هو المثير اهتمام. يعني جعب اللي أعرف شو الساينس فكشن. بالضبط. الفكرة هي أنه أوكي في صار إشي باللد. لد وحتلت عام الثمانية واربعين. هاي حقيقة. إحنا بنتخيل اللد اليوم لولا الاحتلال ولولا المجزر اللي صارت باللد. المجازر صارت باللد. إحنا بالفيلم إحنا مركزين على مجزرة جامعة دهمش. الله بحكي عليها بالضبط شو صار. الفكرة هي أنه أنا عندي مشكلة ADHD على فكرة صورة. الكتير ناس بعرفوش هذا الاشي بس أنا كتير بس أصعب أرجع للحبل اللي كنت فيه. الليد بالـ 48. أوكي تعالوا نعيد مجديد لأنه عم باش تلعب في لي بسم الليد في المنفذ نكبة ووضحك. معرفناش ليلي أول ما بلشنا البودكار. رسم معرففها. ايش ثوانيا? معرفناش ليلي حكينا فراس دي. ليلي. ليلي. دورة تعرضها. تعالي. ليلي. تعالي تعالي. شو احنا كيف التلاتة بالنادي الكلب ومستضرطنا على الاخير. شو داري طيزة. طيب. تعالي. ليلي. ملك زعلاني. ده تتلع ببرك كسمنا كلياتنا. شكرنا مش داشت. كيف تتطلع. مالك زعلاني. شكرا. عرفنا عليها. هاي ليلي. عمر عشر سنين. موالبها. خلاص هذا هو. بتحب long walks on the beach. بتحب Pink Floyd. بخوت على مرة بتكون ده ناوي. ده ناوي. 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 مرح. ناوي. 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 مايس. اسمح انا ليلي. انتي حكتلي هيك شوية. احنا بالطريق عن الفيلم. انا ليلي كتير كان interesting animation part of it. انا اللي بين قادم كتير بقدر الانيميشن. اه دي بحب الانيميشن. فهم انا يعني انا لالي انا كتير بحضو نفرد انيمي. عمان انيمي فريك بحب كتير وبحب كتير في مسلسل حتة جديد. اركين لازم تحضروه انتو اتنين. اناميشن بخوث مش من هات عقب. اركين لمين? لو عاية لتو. اركين هو based on a video game اسمه league of legends. ما خصوش باللعب يعني اذا انت مش لعب اللعبة انا مش لعبها. انا ملاته gamer يعني الصراحة ولا بدرش. انا كنت كتير gamer يعني بس الليوم بطل في وقت فبطلت او بر يعني ملعب. القصة. بلع عند البزر. اه اه اه. يا زلمي دي بحاطط بالقهوة بزرية. اه اه. مش ناكي بعمل قهوة دي. وين الكاميرا? الفيلم من اوشي اي جنره احنا بنشتر على ساينس فكشن دوكومنتري وثائكي مع عناصر بقول بالعمدان مع عناصر لان الفيلم السبغة المركزية تعته السبغة الوريسية تعته هي سبغة وثائكية بس مع عناصر المأخوذة من عالم الافلام الروائية الخيالية ما يسمى بالانجليزي ساي فاي سايينس فكشن الفكرة كانت انه بدنا نعمل فيلم ع تاريخ الليد ونحن نتخيل الليد قبل الثماني وارمين كانت مدينة كتير مركزية اليوم نحن نتخيلها لو لا الاحتلال بجوز هي التلقبيب بتاعتنا اليوم فلسطين لسا كانت مغير الاحتلال مغير كل الشغلات الليد كان اشي كتير مركزي لان كانت كمان من ناحية موقع جغرافي وكمان من ناحية كان لها أمية اقتصادية مليون بالمية الجاي من دمشق بيجي لها بالضبط قاعد بالضبط بنص الشق السوري الافريقية كلها الفلومة فالاشي انه يعني حبينا نحكي قصة الليد بال2018 صورنا بلاش نصور بال2016 ركزنا بالماضي تبع الليد بالناس موجودين بالمنفى زي ما بنعرف الليد ب48 او زي جزء مننا بنعرف الليد ب48 المحت المحت محت من ناحية سكانها من ناحية اعطي المستمعين اذا هني مش من هنا وبعرفوش شورت ستوري اوكي تعالي نحكي وصلت الليد باختصار شديد جدا الليد ب88 كانت مدينة كتير مركزية عدد سكانها كان بين يطلاوح بين 30 ل40 ألف بحسب التقديرات وقت النكبة اعلنوا على اقامة دولة اسرائيل والليد لسا ما سقطت ما كان فيها فلسطينية كان فيها محاربين مشاهدين اللي ما بالضبط اللي لسا وضلت صامضة شهرين ما بعد اعلنوا دولة كانت تحت حصار كان فيه لاجئين اللي جايين كمان من يافا من المنشية من سلمة من المحلات اللي كانت احتلت 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 صح؟ حكت احتلوها احتلوها اليهود احتلوها اليهود ضعف اليهود ضبط فالوضع هو انه اللي صار هو انه فاتوا عليها وبعد ما فاتوا عليها عجبوا فيها في عنا بالفيلم كمان منكشف حقوقت ايش صار بجامع دهمش وينما احنا حسب التقديرات منعرف انه كان في حوالي 300 انسان لاجئ ما يخد يعني ملجأ عائلات نحكي بقلب الجامع ناس احتمت بجوامع وبالكنيسة باللد فاتوا عليهم البالماخ ونصفوهم جوا وفي عندي اثباتات رحنا على متحف البالماخ بيرامات افيف وطلعنا تسجيل never before seen footage زنبولو بالانجليزي اللي فيه جنود بالماخ بيحكوا مع مخرج اسرائيلي بسنة 89 وبيعترفوا بكوية من المجزرة هاي هاد اش موجود بالفيلم فحكينا قصة الماضي تاعت اللد الفكرة تاعتنا ان كانت نحكي قصة الماضي اه واللي صار هو كمان انه بأول الخمسينات هاي صارت بمحلة تانية بفلسطين كمان بس اللي صار بلد كان جدا مؤلم وبأكبر سكيل تعال نقول اللي صار هو انه المحط البلد القديمة باللد المحط البيوت الفلسطينية باللد تقريبا 95% منها واشي زي هيك المحط معظم المدينة لحتى يمنعوا الرجوع تبع اللاجئين اللي صار هو انه بأول الخمسينات المدينة المحط لحتى يمنعوا رجوع اللاجئين فهذا الاشي كتير كتير مؤلم يعني اذا بتيجي اليوم على اللد بخصوصا منطقة البلد القديمة منطقة الجامع الكنيسة منطقة السوق ما يسمى اليوم حيرة ما تشكل بتشوفنا فيه كتير مسحات فاضية مسحات فاضية وبالنهاية هيكة تعرف السحات الفاضية هاي بتشوف هيك مباني قديمة بمباني حجر قديمة او بقايا تاعت مباني حجر قديمة فبتفهم انه كان فيه هنا اشي قبل التمانية واربعين هذا كله من هدم اهل اللي دي تشردوا حسب التقديرات بكو يعني خلوا سمحوا بين خمسمائة لألف للداوي يضل بالبلد بعد ما أسسوا دولة إسرائيل ويحتلوا الليد وبعد ما قاموا بالمجزرة فهذا هو تاريخ شوي الصعب تابع الليد فهنا بتخيل الليد ديفا تعرفوا انه عمر الليد 5600 سنة معاها انت حكيت له هذا الفاكت انا ما استوعبتش هول الشيط صح الليد اه فاك ميه وفيه مصادر بتقول انه الليد عمره 8000 سنة الليد من اقدم المدن على كرة قصدية جماعة الليد اشي قسطوري الليد اشي قسطوري انا بتخيل الليد كديفا اشي هيك عملاق فاهم كيف اشي بالليفل تبع اكبر ديفا بتاريخ البشرية اللي نظلمه اللي لو ما حدا بعرف انه هاي هي ديفا واع اه في حاجة لازم يزيح السطارة ويورجيها بالظبط هاي الفكرة تاعت الفيلم هاي الفكرة تاعت الفيلم نرجع الليد للجلوري دايز تعاتها او على الليلة نورجي المشاهد انه الليد كانت اشي كبير وكان عندها جلوري دايز كتير كتير كبار في عندك فاكتس شوية الفيلم ايه طبعا يعني بانتحاطتها احنا دخلنا كمان عناصر اللي هي ساينس فكشن والفكرة كانت انه زي ما قلت احنا كمان ناش نعمل فيلم نكب تقليدي بديش عمل فيلم نكد بديش عمل فيلم كمان اللي فيه منحكي رواي بصورة شوية اوتسايد بباكس اوتسايد بباكس انا بحب فخلالنا واقع بديل هذا الفن جوية المضوع خلالنا واقع بديل اللي من خلال هذا الواقع ما كانش فيه احتلال ما كانش فيه سايك سبيكو اصلا العرب رفضوا كرار سايك سبيكو كرار التقسيمة بالمئة سنين فيش انتداب بريطاني what if what if ما كانش فيه انتداب بريطاني هون فمندخال اليد فلسطيني فيه يهود فيه يهود اليهود مرأوا بلاوي بأوروبا بهذه الفترة فكانوا هون يهود دائما كانوا كانوا هون ورجعوا فمندخال انه ليد فلسطينية اللي فيها كمان يهود بس اللي دلسطة فلسطينية وهذا الاشي عملنا عن طريق animation ومش يعني ففي عنا واقعين في عنا الواقع البديل هذا اللي فيه ما فيه احتلال وهو واقع مرسوم وفي عنا الواقع اللي فيه احتلال الواقع اللي نكتب عنا اللي بنعرفه وفي زي tension بين الواقعين خلال الفيلم فيه مري بتخابط بين الواقعين كله يدوري حلوة دي استعملها بالأقدام استعملها واذكرني مش عاطيك بدي لا لا عاجل في يد محنسة كلك تحكيش تحكيش مان محنسة مان انا ديش اطشك فيه اشي كمان دك تحكيه لا بس بما انه انت انا بعرف انه في راس وين كاميرا تعتها كاميرا تعتها في راسنا تدافه ديفيد جيلمر الفلسطيني للي ما بنحل ديفيد جيلمر ديفيد جيلمر كمان يهي اس ديفيد جيلمر هو من مؤسسي بينك فلويد غيتار بلاير هو اسطوري انا كمان شوانا حليح لحليح تحكي على موسيقى كمان باعرف انه في راس انت كتير كتير تحبو شريك لدييد جيلمر روجر ووترز كمان مؤسس بينك فلويد هو احدى المنتجين تعمل فيه خد لك عارب خد لك عارب اسمه ذمان همسلف ذمان همسلف هو همسلف فاهم انت انت بعث لقيميل تعرف اليوم روجر ووترز اللي بقول لي بدو يدعم فيلمي ما انت عم تحكي عنه منذو انا دقت قلبي سرعت انا دقت قلبي انت مش عام انا عاد تصرخ عاد تصرخ كنت قاعد ب انا استاكن بحيفا كل جيراني سمعوني كل الشارع كل شارع بين يهودا سمعني الكل سمعني بصرخ هذا البني آدم اللي انا امي كتير بتحب بينك فلويد كمان انا ربيت ببيت اللي من جيل سفر بسمع بينك فلويد وليت 85 يعني كانوا لسه بعزهم فربيت مع هاي الاشياء ومرة واحد الايدول تبعك هذا بطن طفولتك البني آدم اللي هلد اتراعلك على كبر كمان روجر ووتر صار يعني مناضم مناجح حقوق الفلسطينية ولا مرة صح ولا مرة الصفينة صح وحتى كنت حس في انه عم بحكي معي انا فاهم بزبط بحكي معك انتا بحكي بداير لغات كمان انا حب رجعيك بس فحشتين لورا واسألك عن الفيلم اسألك عم نحكي فيلم وعم نحكي وعم نحكي في بجيت اه تلميت وش كيف ايش انا كتير فخور بكيف مولنا الفيلم انا ما خدش ولا شكل واحد من صندوق اسرائيلية مش هنانا ضد الموضوع انا مع انه احنا مواطنين هنا احنا بحكي ضريب مصرياتنا هدول ما حدا عملنا معروف هدول مصرياتي حق ايوخدهم وعمل ايش ما بدي فيهم نعرف انه في صعبات نعمل ايش ما بدنا فيهم فكتير مرات انا بالحال الاسبيسيفيك هاي يعني الخاصة هاي كمان لانه فيه هنا مواضيع حساسي جدا وانا بدي احكي رواية اللدن المحل تبعي النظيف تبعي من لما حدا يدخلي من برا دوم ولا الشكل دوم حدا يحوم حوالا اجريك زي كيف حكيت فمولنا الفيلم لحالنا من محل تبعي انه في عنا صندوق امريكاني دعمتنا اه كمان صندوق امريكاني دعمنا في عنا ناس زي روجي واترز اللي دعمونا وكمان فالفلسطينية دعمونا يعني المنتجة تعتنا هي كمان سوسن اصفري منتجة تعتني ابو اسعد ومنتجة رائعة يعني تحيلة سوسن ففاتوا كمان فلسطينية كتير الناس اللي حبين يدعموا الفيلم مثل عامر هنيدي عصام دهوة دهماش صحر هنيدي الناس اللي فاتوا معنا وقعطوا من جيبتهم احكوا قصة الليد رامحنا من قام بالفكرة تعتك يلا تعالي احكي قصة الليد يا سعد الله صح اللي أنا كمان قبل سنتين كمان دعم من جامعة هارفورد اللي طلعتني عندها لحتى اعمل فيلوشيب عساسة كمل اشترا على فيلمي among other things يعني فجامعة هارفورد كمان دعمت وهذا الاشي كمان شو بس يطلع المستوطين رح نجنه كيف عم نوصل للمحلات هاي يعني نظبت وبدعموا عادي وويكا العالم عم بتغير العالم عم بصير برو فلسطيني هذا الاشي لازم نفهم وخصوصا بالامريكا والفيلم الشغل على الفيلم هاد اثبت لي هذا الاشي قبل شغل خمسة قبل ما شفنا الاعلام الامريكاني كيف بالاخر مشي معنا يعني مشي معنى لانو لانو عملنا معروف مشي معنى بطل يقدر يتحمل بطل يقدر يتحمل بطل يقدر يتحمل it's real it's there بكف ندلنا نحطين راسنا بالارض زي النعامة ونقول انو اهو ابصر شو ومرأة هولوكوست وتمام وستنى شو عليه وستنى شو عليه وعم تتعدوا وعم تعملوا زي الولد اللي بضربوا ابوه فهو عم بضربوا ولاده بينما سيب صح صح المرأة هو اشي جدا مش طبيعي يعني للانسانية ولكن بالمقابل هنا عم تساوي نفس الاشي وكي بدش ععد اقارن كمان صاريب مش هاد الهدف صور لعشبوت اه افشار لعشبوت ايش على عشبوت ايسا انت كمان بالفيلم انا اللي كنت فيه كنا باللد وكنا عم نتصور حد جامع الجامع عمر الجامع الكبير اللي موجود كمان جنب كنيسة الخضر اه مهمة جدا مش مهمة جدا لشكل عام يعني كنيسة اللد هي كنيسة مارجيريوس بالاخر يعني ف كنيسة الخضر هاي مقبول هناك ف كل القصة تاعف هذا الخضر قتل التنين وكل هالاشياء ايوه ايوه هاد باللد قبل قبل قليسي دارتلي علىها قليسي احنا اللي داب احنا نقصر راحنا نقصر هكتو مقعدين مش تر جيريانس اه دارتلي على ولا مرة سألتك واستد اسألك بالبرنامج بالنسبة لي دارف شغفك كله هاد من وين جاي يعني طفولتك ايش صاير فيها او ترعرعك من وين انت جاي لاتنك عندك كل هدا شايف عناك عم بتبارق وانت عم تحكي عن المشروع اللي عم بتسوي او ديشي كتير مبسوط ومعجوء من ايش المنتوج اللي عم بتسوي فيعطينا الباكستوري شوية صغيرة تبع ترامي انا ربيان بالليد انا اهلي بالاصل من عارة تنين منظر يونس فجوزوا وسكنوا بالليد لانا ابوي كان اشتر بتالقبيب لا مش يافة بعرفش سكنوا بالليد فانا ربيتك اللدة وانا ولدت بالليد اخوتي ان ولدوا بالليد و بشي محل الليد كانت مش انه اليوم اتغيرت يعني الليد كانت تعرف الحارات اليهودية دائما كانت وضعها احسن احسن احنا بشي مرحلة اهلي سكنوا بحارات عربية بعدين قرروا نقرروا نقلوا عحارة يهودية واناك صار الصلاة الحقيقة براسي بجيل ستة وسبع سنين مش بذكر اسرائيل اتلت يحيى عياش كان ملقب بالمهندس وبذكر كنت قاعد انا شي يوم جمعة هيك مع امي منحضر ابصر شو بالتلفزيون مرة واحدة تعمل يفزاك ميوخاد اسرائيل اتنكشة بمخابيل يخي عياش فانا يش عملت هيك ولا صغير شو فاهمني يش فاهم كيف ولا امي بتقول لي شو يش بلها وميخابيل بالعبري كنت تعلم عندي هود حارة يهودية محلوكونا ماشنا وميخابيل وميخابيل طفت التلفزيون وفاهمتني فاهمتني شو عن احتلال كنت شعرف كل الاشياء جزء من المنظمة التحرير الجبه الشعبية ناس اللي فاهمتني التاريخ هذا كل ياته وفهمت انه انا بسأل اسئلة ما عم بوعى سياسيا وكرروا يعني يحطوني عند مدرسة عربية مدرسة حكومية باللد فالديسونانس هذا بين بين الامان والجمال طبع الحارة اللي منيحة اليهودية طبع مش سافيون ولا كفرش مرياه ولا تلبيه بس انه حارة حلوة حارة حلوة الليد كانت حلوة حارات اليهود يعني وبعدين خلال النهار انا بمدرسة حكومية بعد المدرسة بروح بلع مع ولاد صف العرب بروح من دمع البيوت بحل وظيفنا مع بعض والليد كمان بالتسعينات كانت ملقبة على القليلة كمال حدا بالشرطة سمعته بالتلفزيون مرة بلقبها كعاصمة السموم تحت الشرق الاوسط وذكر كيف مرة كنا صغار وكنا بنا نعمل جول نعمل فطبو نلعب جول يعني فكان في نركوان مستوط على تحت تحت العمرات يعني استعملناه كجول يعني حطينا شندجمبو استعملناه كجول ولاد صغار احنا نفهمش انه هذا الاشي خلط يعني بس اللي بحاولة اوصله هون انه كان الاشي القدي دارج والقدي موجود في كل محل الناس مزززتين يعني بتعطم مخدرات من المهارين بالك فانتي كولد متعود تعودت اه تمام هنا يمهون انت باش حط الشنطقات تلعب الفارق بيني وبين باقي ولاد صفي وباقي اصحابي انو انا الساعة ستة السبعة اما بتيجي بتاخدني وترجعني على الامان طبع الحارة اليهودية لان ما فيش هاي المناظر او فيها قل من هاي المناظر او في الشي فيها قل من هاي المناظر دي سوران سادة بجوز كان لعب دور مركزي وعملني يعني كنت تشوف عن جد ايش لهو الحقيقة من انو هادا انو هادا الامان هو بركي خلال نحطه بين قسين وهم مش عن جد امان اذا فيه كمان عشرة كيلو متر بيد عني او هقال في هادا موجود لا معطولا اتس نت ريل مش عن جد بزابت بزابت فمن هناك بيجي الشغف اللي في رس سأل سأل عنه يعني بعفش اذا بيجي من هناك شغف فيش عن جواب بلا فيه ايش يحرك هذا هو هذا بفكر هذا اللي انت شفته هذا الحقيقة اللي انت وعيتها كولد صغير لانك كنت زي ما حكيت بمدرسة يهودية وفجأة على الكلمة لو قفتك عليها اما تقولك تواني شوي تعا حكيكي القصة وليش هذا بالميديا بيسموه هيك وليش هو عم بتصرف هيك لتنك انت اخدوك على مدرسة عربية وبلشت تشوف كمان حراطي زيادي فبلشت تفوت بهاي نوعات الدنيا ألوان الدنيا مش بس زهرية الدنيا مش بس لون واحد ففيه هون فيه هون فيه هون وانت صغير سعر تفهم هذا الاشي تفهمش هذا الاشي هذا على كبر انت بتصير تحلله بعده بس انت تخيل انت كبرت بسرعة لانك انت ساكن بهذا هاي المنطقة بالذات انا كتير ما كنتش بغير ايش بتطفولتي الاشي مش بالعمر مش بالساعات ولا بالدقاي انا طي الله في كمان سلبيات لهذا الاشي يعني في محل بتربى المحل تبعت مين انا وشو انا وانا شو انا بعمل هون انا وانا كل ما تصير طوش عندنا بالحارة اليهود ضد العربي العربي مش اليهود ضد العربي اليهود ضد العربي طوالinho بصير للمخابيل طوالinho بصير لعربي مصريخ طوالinho بصير لهاي صعب كتير انت ولد انت ولد صغير تربى مع هادا ليش هم بعملوك هيك؟ أنا كان عندي سوري مان أنا عندي كان أول سؤال وهذا أنت قلت عن ما حابه ليش أنا كان عندي نحكي كمان طفل خمس سنين مونديال بمونديال 89 لا مونديال 90 أصدق 90 أنا عمره خمس سنين إيطاليا سؤال لأبو يابو ليش في إسرائيل مش بالمونديال لأنه عم مع فنين بابوش لعب فتبول بابوش عدولتي أو هيك هو أول شي ما بقول لي بقول لي أسمع وإيش إني مع فنين بالفتبول إحنا منشجعي البرازيل بابوش بابوش البرازيل مكانش منيحة بال90 أنا عارف أربعة تسعين بس يعني كان برضو تعنيت في شوية صغيرة تعخرفك عن حياة سيدك تعخرفك عن مين إحنا جينا وتعني إفهم إنه إحنا تحت احتلال تعفهم إنه إحنا مش بدولتنا تعرفهم إنه إنتي عندك انتماع تاني إيش هذا مش منتخبك مش منتخبك مش إشي اللي إنت تتخر فيه هذا الإشي اللي بجنني من أنا صغير أنا كنت أحكي دايما يعني أنا إم علمتني من أنا صغير حتى عن ناحية دياني يعني إنتي مسلم ولمسيحي عشان أنا إمي من بيت مسلم أبوي من بيت مسيحي كانت قول لي لأ إنتي تجاوبهم دايما أنا عربية جحش هده الجواب كنت دايما أعطيه بس أنا كنت كتير يعني أستاق إنه ما فيش عندي فرق فوتبول أشجعه يعني هاي إنه أحس فيه انتماء معين كان جدا إشي دايما لتطفل من بجيلي إنه فك ما فيش عندي إنه أنا يعني بحسش كيف بسويد بحسوا لما يسجعوا فريقهن ولا كيف برازيل بحسوا ما انتعرفين بشجع أنا مين بتشجع آيكس أمستردم تعرف آيكس يو بسموه الهندة آيكس يو بسموه الهندة اليهود عن جد لأنه بلعبهم بحطوا عالم إسرائيل بكل لعبة آه عن جد والأولتراز تعينهم ملقبين باليهود آه وكتير كتير نادي كتير صحيوني بس أنت صغير وعيت عن فوتبول هذا هو النادي اللي كان بطل أوروبا هذا اللي كان عن فوتبول حلو يعني خلاص ربيت عليه الشهادة بعين عن السياسة بعين عن الشغلات يعني أتذكر كمان أنا صار معي أنا أولي هواي أكلتها عجل دي هاي صارت معي بجيل 17 أنا كنت كنت بفريق سباحة آه أنا كنت سبيح يعني أخذ ميداليات كسات كل الوقت what happened السياها صح هيها الأصصة هيها الأصصة بجيل 17 أنا أخذت مرتبة أولى بالبلاد بالحطيرات والله بسباحة حرة بجيل 17 تسبعت 17-18 يعني مع جيل كمان أكبر مني أنا جبت مرتبة أولى كسرت يعني رقم قياسي جديد بسباحة حرة بمسافة 50 متر بالبركي الإشي اللي صار هناك إنه أنا كان مفروض لأنه أنا جبت الميدالية الدهبية كان مفروض أنا أترشح إنه أطلع على الأولوبياد فالتضحل فجأة إنه بحكي مع المدرب تبعيب ليه يا فراس خلاص للي كاشت نقع على الموضوع بقوله ده سنة شوية صغيرة مفروض جمعني مفروض يكون فيه تليفونات ترين مفروض يكون فيه حدا عم بيسأل عني مفروض يكون فيه إشي صابق صحفي بعرفش إش ولا إشي ولا حدا حكي عن الموضوع سفر التنين اللي صار هو إنه أخدوا اللي أخد مرتبة تاني عن لهم في هذا ليه يودي يودي هاهي أول هيك كل تعوجي قلت قربي سباحة نستنى شوية ناقش غير سباحة عندي آه قتارة يلا أنا كنت سباحة وغитار وموسيقى كل وقت لجحت ديش إلى 17 بعدين قلت فك سباحة فالعنصري خلاتك تروح رو موسيقى آه روى موسيقى عشان تحرره أكثر هناك لقيت الحرية كنت كلها ألاقي حرية هناك بس بالخلاص قلت فكت وهناك بنفع اتوقف عن مسالح بنفقى احكي كلمتي بنفقى احكي عن نشاكل بنفقى احكي عن ايش صامعي فالعنصري وجهتك لحياة فقر يعني نصفت اعدمض عن اليوم انا بان لون بالولمبيادة كانش بيكون ايه برضو يعني برضو اتصى خمس سنين وخلصنا معاك بيبيعوا الميدال زي زالة مشان يقدروا يعوشي هنا كان لازم اركز بدروسي مانا كان لازم تركز بدروسك راكز بدروس كان لازم مان انا انا حلس بس انوين لا اسمع منحت شو اسمه التوعاي بالبيت عنا لشو فلسطين وين احنا عايشين وكذا ما كانش كتير ينحكي ما كانش في حاجة كان فيه توجيه الهو من جنب لجنب ليه يعني اوكي فوتت ما اسمع الشاطئ ايش انا كنت اغني اوكي لما تفوتت اسمع مريم مريم اسم ابنت فلسطينية كان ميلادها في المخيم يوم حد عشر من يناير مش مهمة في اي عام اوكي غاد فيه اشي بدك ولا بدكاش رح يصحل عندك لما امي كانت تقول لي اوكي فوت احدى الظوال الظوال العرض تاع بينك فلويد لو كان يمثل ايش كان يكون فيه بالمانيا و بالجدار اللي كان موجود ببرلين كان برضو اوكي فاهمني اوه فما كانش فيه حاجة تقول لي اوكي فيه واحد اثنين ثلاثة لا انا الحزن حظي كان فيه انا استاذ تاريخي اللي هو عن جد جامد بالمدرسة وكانوا عن جد يفهمنا ايش كان يصير بولنا اوكي اللي كنتب هالقبال كوزة تقول لي ايش عن جد كان يكون فاهم فمرات انت بحاجة هالقايدنز يكون مش بس بالبيت اوه فانت برضو يعني تحاول افكر فيه كتير ناس يعني ببيوتهم مش عن جد بوعوهن انا سألوني مرة ليش الليد هيك بطلعوا بطلعوا منها ناس كان زي تامي نفار محمود جريري سويا نفار اوه كيف هيك بتطلعوا انتو هيك يعني تخفوش او رادكال او هاي احنا مربناش عم حمود درويش ومرسل خليفة وكل هاي الشغلات مربناش عدل اشي هذا الاشي احنا على كبر طلبناه على كبر احنا رحثناه يعني لانه من كان مبادرات لالنا احنا يعني فيش عندي نوادي كان فيش عندي نادي كان شيوعي يروح يعملي هالفعليات ومعش ايش ويربيني ويسويني مش ناصري هاي مش حيفة فاربينا احنا محل تبع انه منعرفش هالشياء مكنتش عارف مين محمود درويش بجير كبير انا نسمين عرفته يعني كمان مكناش اهل المشتعين شعير ولا انا نفس الشي محمود درويش بجير كبير عرفت مين هو وشو هو فبالاخر لما انت بتطلب الاشي وانت بتثقف حالك بتوعي حالك سياسيا ووطنيا انت بتوصل محلات اللي هي اكتر مواضجة واكتر لا انا بعملش ايش قالولي اعمل انا وعد حالي انا اكتسبت الادوات هدولة والادوات هدول هم بالحالة تاعتنا الوعي وانا بكرر شو اعمل مع هذا الموضوع انا شايف العوج انا شايف الاحتلال انا شايف العنصرية انا شايف القمع انا شايف كيف بعملوا شعبنا بمحل التاني كمان مش بس باللد انا بنغزة بحكي لغتي بنغزة زيه زيه بنضفة زيه 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 بنرملة زيه زيه بتصير تفكر لحالك كيف تعمل اشياء بالحالة تاعت الشباب راحوا اقسسوا الدام بالحالة تاعت انا راحوا اعمل حالتا بعض اكتفست صحافي اخراج شناريو انا انت بتحب اقولك صحافي مش اعلامي كلمة اعلامي كتير فلسفة وكتير زنخة صح وضفة اعلامي وضفة اعلامي شو يعني اعلامي اوبرا وينفري بتدور بالعالم بتقول انا اعلامية اعلامية مش اطرا فهم شو يعني بتجمل هالكلمة انا اليوم عملت ايتم على اعلاميين مصريين وسميتهم اعلاميين لانه مصريين بعش بزبط شو بصيروناك اه خلين خلين اعلاميين اوه احمد موسو هدول بعش بزبط شو بصيروناك هدول بعضاش انا عادتهم كصحفيين يعني مع احترامي للمهنة بس بالاخر مش انو يباين ان انا يعني بس طيب انت في عندك اه برنامج جديد عمالي احضر انا انا بحضر عمالي انتركوا الانستغرام يعني من عندك معظم الناس بفكر انا على اليوتيوب بعشنا معظم الناس الناس بجيلنا بحضر هدا ليش على المنصات الرقمية مع اماكن التواصل زي فيسبوك زي انستغرام زي تيك توك تيك توك نعم ناس بالتيك توك موجودة انا حكيت لفراس يعني مار التيك توك عالم مش كله انا نجم بالتيك توك في عندي مقاطع اه موجود مع كاش اكاونت اسمع ما توجهولي ناس تحت عشرين سنة بقولوا ليه بنشوفكم نحضر اكو هيك او بعرف انه تيك توك لما ناس ادكم و ادي بعرف انه انستغرام فيسبوك يوتيوب وهيكا ناس قد امي و ابوي بعرف انه بعض على التلفزيون بحضر تتفاجأ برو تتفاجأ ابوي على اغلب بحضرك على التيك توك ابوك بحضر عنده تيك توك؟ على اغلب بحضرك على التيك توك اسمع اي وز ماين بلون بحكيت له في الراس انه مره اجيت عالبيت اهل يتعف بعضوا على الكناباي بحضن تلفزيون مضويو يعني بس هنا اتنين قدين اسمع غريب 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 هذا التيك توك اول ما فتحته اما كنتش احبه انا انا مش اعرفها مش بصير هناك بس بحب احكي انه الالغوريتم فيه بهبل بيعرف يتعلم يدرسك زي ما لازم يعطيك الكونتنت اللي بدك اياه السيطرة على الالغوريتم تبع تيك توك هذه الشغلة عرفها وهاي هو اللي بلاخر بلعب دور مركزي بحثاش اهر خمسة الالغوريتم تبع تيك توك مش امريكانية والسيطرة عليه شوية مش شيء اللي لا 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 مابني بصورة شوية اكتر من فيس بوك و انستجرام يعني يكن بو شادووينج و هكتشغلات طبالاخر لما الماء الاخبار اللي من باب العمود من الشيخ جراح من كل ديكايها كانت توصل خلال شهر رمضان وهيك توصل شبابنا وتوصل هيك هذا هو اللي شحن الشارع عنا كمان بالدافع اللي عم دور مركزي جدا فبعرف انه تيك توك هو اشي كتير 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 قوي انت شو وضعك كان بحداث ايار انت وين كنت او احداث شهر ايار انا انا بنلد فبشكل طبيعي ما نمتش انا ساكن بحيفا بس الخوف على اللي بصير بالبلد وحيفا كمان كانت تتخوف كل خزق هون بفلسطين داخل كل شي كان يخوف هون فلاقيت حالي طلع اشتر معي انا بال2020 رجعت هون على البلاد بالكورونا من هارفرد بعد ما تفروش بتبعي خلص مدمر نفسيتي كانت مدمرة كنت كتير كتير بكتئاب كتير اخذني كتير 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 وقت رفع حالم جديد ومفكر بشارك خمسة اللي صار هو انه كتير ناس لقيت انه لازم هاي كانت فرصة انه نشترع العلامة الامريكاني انا همي كله كان العلامة الامريكاني لانه جاي من امريكا كنت وحسيت انه فيه فرصة لنلعبها فيه فرصة الامريكان عم بسمعونا الامريكان عم بسمعونا كانوا فركزت على العلامة الامريكاني كنت اعمل خمسة مكابلات باليوم كنت اكتب كتير كنت فايع كنت لام ساعتين بالليلة هيك اشي يعني كنت اشتر زي المجنون بس لانه كفوتت عم حال survival mode كفوتت عم حال اذا باعملش هذا الاشي اهلي شعبي صحابي رح يموتوا صح كنا بتتذكروا كان غريب بدناش نرجع للأحسيس والمشاعر انا كان انا عيدي ب12 خمسة ايا حبيب انا عيدي ب12 خمسة انا عدت عبالكون كنت مستأجر بيت بنصر عليا اول ايام العيد كان 12 خمسة صح اول ايام العيد اه اول اول ايام العيد اه اول اول ايام العيد مهلمان بسده غاد عوقتها صح وكنت انا ايام عيدنا احنا ما شالعيد البجلن كان ما كانش فيه حاجة ل مفرقعات يعني مفرقعات كان هني جيبوها معهن كان غريب جدا يعني كنت عمال اطلع على الريني والمشهد قرية المشهد بالي كمان وهديك الليلة الريني كانت مولعة لترالي نار كانت جدا غريب باشعر البدن ف انا لما شفت هاد الاشي وعرفته انا كتير مبسطت لما بلشت اشوف الجيل الصغير ردود الفعل ردود الفعل تاعتهن لهالموضوع وكتير مبسطت انه كصار فيه ايامات توعي يوعو الجيل الصغير بالناص نفرد وانا كانت اطفر انه ليش مش كل جمعة في هيك اشي ليه بس نستنى هاد الاشي يصير لتنه نبلش نوعي فهمت علي انا حسب رأيين لا يعني الجيل صغير بحاجة يعرف وفيه قوة تاعة نعطي السياكل اللي صار بشهر خمسة بشهر نهاية فيش شغول نكد تطبيع تطبيع الامارات صحيح تطبيع صحيح يعمل قضية خلصت القضية خلصت هادا كان الاحساس عادي قعدنا صاحب ونعرف ناس نحكي عن ناس طلعين نزلين عدوبي طلعين نزلين عدوبي بعملوا بزنس بعملوا هيك واحسا مقاطعين ومتعصبنين وهيك وهاي وهاي بسوط انا انا ستقولو يا عمال قضية خلصت خلصنا معا هنا هيك بنلخز الثلاثة وسبعين سانية هادون شن نكد هادا هيك هيك كان الحكي شهر خمسة اجار القضية هير القضية موجودة القضية قوية والقضية موجودة عند شبابنا كمان هلا ما حرم نحكي القضية موجودة عند شبابنا يعني الخوف من المواقع والماجهة والقدرة والوعي والسعي واصلا انك تكون مستعد وبدك تحارب عشان تحصل حقوقك وشان ضد العنصرية وضد هاي الشغلات حتى اللي بطلعوا كتين منه ما دولار نجيلها 14-15-16 مش عارفين شو بصير بغزة ولا عارفين شو الشيخ جراح ولا عارفين شو عن جد صار بالليد مش فاهمين هالا اشياء بس فاهمين انا غلط فاهمين انا غلط وطلعوا عالشوارع وطلعوا عالشوارع حتى يعني كان فيه بنت عمي كانت بالبيت قاعدة بنت عمي يعني عمرها 14 كنو هيك اشي وده تمسك حالة وتطلع وتنزل على البلد الناصر اللي تحت على وقت المواجهات عمي بصيح عليها طيف خايف عليها ابوها يعني لا ما تنزليش وكذا انتو شو اسمو عنصرية انتو يهود انتو بتحبو فاهم انو مش هيكل اشي دم نحامي اه دم نحامي كان كان انو بدهن ييمسكو حجر ويزتو كان بدهن صوتن يكون مسموع انا لقيل هذا كتير كان اشي مبسط يعني انبساطت لا وصح انت بهديك الفترة كان كتير في تطبيع وكل واحد يطلع يعني كان كان اشي غريب كلانو قعد ونتخرف على الموضوع انو يوما رحت علينا عن جد بس لا شار 5 اثبت انو ما راحتش علينا مش مس ما راحتش علينا ما راحتش علينا كمان بالمنصات الاعلامية الكبيرة اللي صار هو نشار 5 هو نقطة تحول تاريخية كواحد اللي متابع وبشتغل بالاعلام الامريكاني مع الاعلام الامريكاني بقدر اقولكم انو لا امالي تغيرت امريكا تغيرت كتير انو نيويورك تايمز خلال اسبوع واحد او اسبوع ونص حط على الكوفر تبعهم على كمان بالهوم بيج بالموقع كان ال67 طفل فلسطين اللي استشهدوا بغزة قبلها بقى كم من يوم كتير ناس ما عجبهم مش انو ليه بتحطوا صورنا واحنا ميتين انسيتوا انو قبل بقى كم من يوم النيويورك تايمز كانوا بال بالفرونت بيج تبعهم تبع الصحيف المطبوعة حطين صور اربع فلسطينية عايشين وكاتبين عنوان كتير كبير Life Under Occupation اللي صار هو انو الاعلام الامريكاني فهم انو ربي هنا غول كتير كبير اللي كانت بيكنتين المنسر بيج كانت كبير وكانت فيدت اني مون يعني شاو يليتو انكفر تصار محل تبع انو انا محررين قلت احكي معهم نشارة مقالات بالمحلات هاي بالمينسرم الامريكاني فالتعامل تبع المحررين معاي كان اول مرة بحس انه اشان الله هات شو ما تجيب انه من الانشر يعني كان اشي اه you are hotcakes يعني نشرت انا بفورين بوليسي ماجازين على اللي صار باللد وكتبت كتبت Jewish extremists settlers نعتت مواطنين بالداخل باللد كالsettlers وقالت هذا الاشي بالمنسيم الامريكاني بتدعوه افسر ليش هدول مستوطنين لا they accepted قالوا اه هدول مستوطنين انت سادق اه نسميهم هيك مش رح نغير لك اشي بالترمينولوجي تاعتك يعني فاوكي اذا المحرر فاهم طب صبابة احنا بمحل منيح يا عمي هدول الناس عم بسمعوا فينا وشي ما حاجب افكر انه الحكومة الاسرائيلية فهمت هذا الاشي وهذا الشي كتير كتير ساعد انه نزل التوريب فالشغل على الاعلام كنت اسمع حكي من الناس اللي بس بتحب تحكي من غير ما تفهم شو بتحكي انه شو بتكون بها الشغل وشو بتكون بها لا الشغل بالاخر على الاعلام هو اللي بنقذ حياة الناس الشغل بالاخر على الاعلام هو اللي هو بيكون التحول لصالح القضية لصالح صاحب هاي الفترات لما كنت اشوفك طالع على التلفزيون وتحكي وكنت عن جد ما يسمحوا الكاش تحكي كان لما يقولوا اه انت شو رأيك فيش شي اشي زي كما يسمحوا ليش احكي شو رأي مسمحوا ليش احكي انه يعني كانوا طول وقت يحاولوا يقاطعوك وكانوا يحاولوا انه اه بس اللي عم بيصير بيغزة بس نفس الاشي عم بيصير هون نعم كمان بيضربوا علينا لا it's not the same وكنت توصل توصل هاد الاشي وكنت توصلها كمان بابتسامة فهم علي في اشي في صحافة في ميتا صحافة لازم تفهم اه انت حكتلي كمان في ميتا ميتا صحافة هاد كان انشئ انت كتير interesting احنا لازم نفهم وللأسف مش للأسف بديش هنا طلع بديش هنا non-judgment بس في شغلة واحدة اذا انتو تطلع لإعلام الصرير لازم تفهمهم اللي بجري معاك الحوار مش صاحبك وبالاخر حتى لو هو اليعني يساري وحتى لو آراءه في عنده كنترول في عنده محرر في عنده مشاهدين فيه سوس بدانه عم بتوجه السوس هاي بالاخر بدنا ولا بدناش بتسعين بالمئة من الحالات او بمعظم الحالات او بجزء من الحالات تخدم الاحتلال تخدم الاحتلال وتخدم العنصرية وتخدم القمع وتخدم كلها وتخدم الوريانتاليزم والغباء الغباء الغباء تبع المينستريم الإسرائيلي بعرفوش علينا اشي بعرفوش علينا اشي تنصوا فاكن ضم انا بقى نصدم قداش بيعرفوش علينا اشي اذا انت واثق من من قضيتك انت واثق من رسالتك وانت بتعرف انت ملم تعرف ان الطرف التاني مش ملم الطرف التاني بس عنصري التول الوحيد اللي عنده يا عنصرية وكمع واحساس انه انا هو انا المسيطر طب انا بحكي احسن منك انا بعرف احسن منك انا اذكى منك مش دايما ما اكتمر بكون هم اذكى مني بس مش مهم انا بعرف اكتر منك وانا بعرف المشاهد بالاخر شو بيشوف وانا بصراحة بصراحة اقولكم كمان اشي حيث ان بطلع الاعلام العبري مين اللي ما بطلع الاعلام العبري بهمنيش المشاهد الاسرائيلي الناس بتفكروا انا بطلع الاعلام العبري عشان ارض الاسرائيلية برضهمش انا بحكي اشياء اللي بحبوش اسمعوها يعني تصعبوا كتير كتير يهضموها لو تطلع الاعلام العبري انت تنساش انو معظم شعبك خصوصا 11 شهر 5 كان يستهلك اعلامه من الاعلام العبري كان يستهلك اخبار من الاعلام العبري مليون بالمئة وبالاخر انت بدك تحكي لحتى انت تورجي هدول اللي عاديين بالبيت انو لا بنفع تحكي روايتك بنفع تحكي روايتك من غير ما تتأسف من غير ما تتراجع من غير ما تخاف ومن غير كل هاي الشغلات يعني بالاخر مهما يكونوا عنصري مهما يحاولوا يسكتوك مهما يحاولوا يعملوا هاي الشغلات كمان شغل اللي مهم جدا ندركها مش هح يعزموكم عموح على مقابلات بعد ما طلعت وطوشتوا للصحف الإسرائيلي بس تمام مقابلة واحدة عملتها مع دوف جيلهار فضحته فيها اللي ورجع مبدئيا نفهمت إنه كان يحرد لقات العرب باللد فصببا وأنا أجري مع المقابلة عمل مع المقابلة شايف شو بدي أعمل بعدين كنت هاي هي متى تكشور هاي متى صحفي شايف الرياكشن من العمالك أنا شايف شو بدي أعمل بعدين الغبي هادا ودوف جيلهار إنسان غبي سوري يعني إنه زميلي يعني إحنا ويابي أنا موجود بهيئة البث هو موجود بهيئة البث معاي اللي عمله دوف جيلهار معاي كان بديل على الغباء جدا سوري في الشكلمة تاني يعني توصف هذا الاشي إرائز وراء إرائز إرائز وراء إرائز مش شايف شو ورا وان وانا ما أخدك مش شايف وانا عم تغلط بلسانك مش شايف وانا عم بتروح مش شايف يا حبيب قلبي الترجمة اللي بالإنجليزي راح تكون تحت المقطع هاد وراح تفيع بالعالم وماناين راح يشوفوها مش شايف هادا الاشي يا هاده المتاع مش شايف هادا الاشي أنا بمحاضرات اليوم لما بعمل زوم سيشنز وكمان شوية راح أرجع لأمريكا وعمل محاضرات بجامعات أمريكانية المقطع هادا راح يكون منفعش تقول لما أنا موجود لما عربي موجود عربي اللي بعرف واثق من قضيته من روايته منفعش تيجي وتحرد لقاتل عرب بالشارع منفعش تعمل شيء هايك ما عدلك في ناس عادية عدالة لك هنا يعني ورايح استحالك ورايح استحالك ورايح استحالك كامرتك يا حمار ورايح شا حمار ورايح يعني ف نايسلي دان برو طلع أنا بآمن شغلي واحدة طيب آمنوا أنا موجود heiBI محال أنا لازم ألعب دور فالحيادي ليس ألعب دور الحيادي أنا لازم أكون الحيادي وأنا بآمن لو أن أكون الحيادي attform بس أنا عربي فلسطيني وبرهاية المطاف الحيادي تبعي هو مش زي الحيادي تبع نفرد جاي زوهر جاي زوهر جاي من محال تبع جاي من محال تبع مينستريم إسرائيلي صحفي قدير رائع أسطوري ومعلم لإلي بشكل شخصي بنتفقش سياسيا على كتير أشياء بس بالآخر البناتهم بقدس حولية التعبير وهذا من ناحيتي بيعملوا شريك ممتاز فبنهاية المطاف انت بتيجي وبتقول أنا بدأ العبدالر الحيادي بس دلعبدالر الحيادي من محل طبع أنه أنا عربي وأنا مش ناس من أين أنا جاي ومش عارف شو الظروف اللي أنا بشتل فيها قاعد ومش عارف كمان وفاهم وعارف المحطة اللي أنا بشتل فيها والموجود بهاية البثة الإسرائيلية على مكان بالآخر أنا بشوف نشرة الأخبار بمكان بكون دلطف شعراتي مرات بالآخر يعني يعني أبوي كمان مرات بحكيلي أنه آه يبا مكان وكان وكل آياتين وكل آياتها اللي تحضره إسرائيلي هو برضو مول وإنه مدعمين بس ولكن مرات أنا بحكي عشان تغلبهن لازم تكون بنات عشان تغلبهن لازم تكون بنات ومولازم نفهم شغلة واحدة ما حدا عملنا معروف هدولا مصرياتنا هاي محطة ممولة من مصرياتنا ضيب بن جوريون كان معارض لوجود تلفزيون بإسرائيل معروف هاي الشغلة وكان مع وجود تلفزيون بإسرائيل بس باللغة العربية بالأول يعني أول الطريقة فكتير بعرفوش هاي الشغلة بس أول محطة بإسرائيل كانت محطة بالعربي كانت بالعربي وبعد بساعة معينة كانت تغلب بيصير فيها أشياء ثاني هيك حكى لأبوي كان يشي زي ما كان في ساعات بالأول كان في آه بالزبط بالغير ما مفهود بالتفاصيل فكرة طاعت بن جوريون كانت أنه ما بده كان الشباب الإسرائيلي بيتلز وما بيتلز وكل هاي الشغلات بيشي خربوهم فالفكرة كانت أنه تعال نجيب نعمل محطة بالعربي لحتى نقدر نروج للدعاية الإسرائيلية والبروبوغاندا الإسرائيلية للعالم العربي والعربي الموجودين تعايش تعايش منيح من نهاية المطاف ما كانش الهدف كان من نهاية البث الإسرائيلي ما كانش في ما كانش في هاي الشغلات فبالآخر المحطة بالعربي ما زارت تخدم هذا الإشي للأسف يعني في هنا كتير عوامل اللي بتأدل ممكن نجي نحلل هلا منوني شي هذا بصير واشي شوفناه بمحلة تانية كمان بالعالم ممكن هلا ساعات أحكي على الموضوع هذا أنا أنا بقام بشغلة واحدة بقى نفع أقاطع وبنفع أفوت وأحكي وأعمل شغلي المهني الصحفي مش إعلامي الصحفي اللي هو بتبع قوانين معينة ومفاهيم معينة وفي لعبة هنا في لعبة لها قوانين صح كاي ظهر بلعبها وأنا بلعبها وهذا الشي تمام على آخر بقع باللعبة هاي ونفهمها اللي ننقد حالنا يا عم إحنا مش ملايكة صحيح إحنا مش ملايكة إحنا بنخبص لأنت التخبيص صحيح ألا ألا كمان أنا بغلط النواب المشتركة بغلطوا صح نواب الموحدة بغلطوا النواب العرب الفيتين بالهاي بغض النظر هلا شو بنفكر إحنا أه حكومة مش حكومة إحنا بنغلط يا عمي وإحنا لازم ننقد حالنا كمان وشارلي تشابلين حكاها مجتمع اللي ما بضحك على حاله هو مجتمع متخلف متخلف صح مليون بالمئة حلصنا حكومة حالنا يعني انت شايف العورة اللي فيك وشايف شوي صغير المشاكل اللي فيك فبتعمل منها كوميدي بس من نفس الوقت انت مدامك شايف المشكلة تعرف كيف تحسنها معناتك انت قادر يعني تأشر عليها فمعناتك انت قادر تلاقي حالة إلها أو تعرف انه هي موجودة أصلا يعني بس انه هي موجودة يعني آخر في حلقة آخر حلقة حضرتها إلك كان في عن هذا الاشي انت انت قادر نواب العرب عم قادر نواب العرب كل حلقة كل وقت ممتاز بكرة من انت انا اللي جاي احكي اده اصبع عليك شفية صغيرة ديب بس انه انت بالحقيقة جهة تانية انت بالحياة انت باليوم يوم حاصلك الجهة التانية في جيش وراي في عندي كتاب في عندي محرر في عندي مخرج في عندي طاقم هاي الناس بتجنن الناس موهوبين بيجننوا يعني طارق باسل مرشد زاهر محي روزالين يعطيهم العافية شباب يعطيهم العافية شباب بجننوا بالآخر احنا يعني أنمار هل عم بحسن عمالي بنسناس يعني فانا بانضلت من هالشغلات انت بوزي المدفع في جيش وراي البرنامج مش برنامج أبوي في جيش وراي أنا بوزي المدفع بجوز آه بس في ناس وراي في كتاب في ناس بعملوا ريسرج في محرر في مخرج في هذا العالم بحاجة لهذا التيم عشان يكونوا هذا في قاي كمان اللي بيجي بعلمنا وبساعدنا يعني في كتير اشياء اللي هي كمي تحب هذا الدرنامج أنا أحبه كتير من أكبر حبيبي يشتر من أكبر التحديات بحياتي أنا فاهمك من أكبر التحديات بحياتي يعني كتير صعب نعمل الإشي هذا أول حلقة إليك كيف كانت صورتها كيف كنت حاسبت؟ ع قصة جيش وراي هاي أقولكم من وراء الكواليس شو بيصير أحب وراء الكواليس كتير أه طالع من الستو تعفوا أنه بالطريق لهون خطرات للفكرة خطرات للفكرة أنه أنا هلا من بعد ما ببلش البرنامج عمل ولا مقابلة لا هقارت لا وسائل إعلام عربية ولا إشي ولا هاي ملزم الصمت كنت يعني نحن سكت يا أنت بتينين أول مقابلة بعمل إلا من عدم زيادة سكوبات خطيت يا مان اليوم في معنى رامي يونيس مرحبا شكرا لايس لايس يا مرحبا رامي إحنا بالنسبة إلنا يعني كما مرة يعني إحنا بعدنا شوية الحلقة ما خلصت إيش بس عن جد وإنت مجاعة بالك تعال وإنت مجاعة بالصبابة وإنت وشعب رابط تعال دولكم على شو حت Lovin بتصوير راحة حالنا كم سألتوني يلا نازل أنا من الستوديو واللكنترول هاي فايفز ولكل يعبط فيي زيك أنا جيبت غول بالمونديال نهاية المونديال المكيف وهم وهايكا بيجيني قاي زهر إحنا على فكرة الطاقم تبعنا والطاقم تبع العبري بنوعد مع بعض كلنا مع بعض وقايه البوس تبعنا فجاي أشاني جاي بولي هؤعد أعادني باللوبي بالتبع المكتب وهيكا بعملي هؤعد عادت بولي بدي تفهم قديش أنت مش مهم فوضت بشوك حياتي نزلك على الأرض وتواضع نطلشني كفين نطلشني كفين أخلي كتير وقت أفهم الكفين هدول شو كان معناهم واليوم بشكروا على هذا الاشي الكفين هدولة وعوني وذكروني هذا البرنامج مش أنا مش بس أنا هذا البرنامج هو طاقم أنا بحكي بصيغة الجمع إحنا فحصنا إحنا انتبهنا لفت انتباهنا زملائنا بالجهة الثانية بالعبري لفتوا انتباهنا للشغلة هاي وهيك 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 ليش بحكي بصيغة الجمع لأنه أنا مش لحالي أنا برغي زير فيه وراي طاقم وطاقم هذا هو اللي بيعمل شغلي كتير كتير صعب وكتير رائع يعني أنا كم يعطين ألف عافية عندك لوحد واحد فيه فالفكرة هي كمان إنه تضلك متواضع وما تنساش مين انت وشو انت انت بيتقدم شغلة معينة انت مش لحالك فكل هاي الشغلات عمالية بتعلمها منه أنا كمان من بني آدم اللي عامل شغلة أو شغلتين بحياته يعني بالمجال هذا وإحنا الشغلات اللي كمان بتعلمها إنه ممنوع تسمح حالك إعلامي يا حبيبي قلبي يا صحبي يكفم على يسمع إيش الفرق بين الإعلام والصحبي شو بدريني بعرفش بس أنا بعرف إنه شغلة واحدة بعرف شغلة واحدة الصحفي هو صحفي الصحفي فيه قواعد للمهنة فيه احترام للمهنة زي ما حكيت It's a game It's a game It's an ABC thing بنفعيش تحكي أشياء من غير ما تكون دعمها بمعطي أنا بحسن مثلا إنه It's an ABC thing والماستر هو الإعلامي والبعد المبتدئ صحفي هيك بحس هيك بحس بتعاملوا مع الموضوع يعني ديفيد جيلمر طبق الصحفيين هو الإعلامي فيه رأس هو الصحفي بتشبه كل شي بديم تجيلمر موسيقا لا صح لا 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 تعدني نهدي على هذا الكلمة كلمة إعلامي محاها هذا هبل فيه شي شي اسمه إعلامي بالآخر فيه شي اسمه صحفي وفيه ناس اللي بيحبوا يكونوا بسمين حالم إعلاميين أنا بقول لك بصراحة فيه قوانين للنعب يا عمي فيه قوانين للمهنة احترامها أنت هلأ موسيقي ولا واحد من العالم الموسيقى أنت موسيقي أنت بتعزف نوتات أنت بتسجل أنت بتطلع ألبومات أنت بتيجي بتشارك مهرجانات أنت بتعرض أنت عندك فرقة أنت عندك أشياء أنت بتسجل أنت بتعمل إنتاج بالآخر في نهاية المطاف فيه شغلات اللي لازم تعملها والما بتسمي حالك إعلامي مش غواضح بيصروا شو بتعمل أنت فتتهربش من المسئولية لا فيه مسئولية في قونة المعنية ونجد تتبعها حلو حلو كنت تسألوني على الأيتمز يلا تاكنت عارف أنه جاي السؤال صح على آخر عارف أنه جاي السؤال يلا في كيف هو العرب طخ طخ إيش بتكم جوفر من أوي شي على واحدة من الأشياء اللي كمان حكينا عنها قبل ما يبدأ البرنامج وحبيت كتير وقت في كان مشكلة هيك بسيطة بتجنن ترامب و قال لا لا قاله طبعا ما قاله طبعا قاله روح انتاك إيش قال له قاله روح انتاك ترامب قال عن التانيون روح انتاك قاله روح انتاك آه نجد هل حكينا مش طبعا بالإنجليزي بالضبط شو أنا بالإنجليزي فاكه هدا كان تحت أي انوان تحت أي تسجيل هدا كان مقابلة ترامب مع الصحف الإسرائيلي باراك رفيد اللي كان بالأسر تبع ترامب بفلوريدا كان عامل مع مقابلة بخصوص كتاب جديد باراك رفيد بيكتب فيه قاعد وترامب زي ترامب زعلال من نتنياهو ما الشعره هنا ما الشعره على السطح يعني دخل دي تطلع عوسط نتنياهو نتنياهو لما انتخبوا جو بايدن نتنياهو تصل بجو بايدن يبارك له ترامب محبش هذا الاشي فمن المحل هذا وزعلال من نتنياهو حكا فاكم وسالي العلام العربية ترجمت هذا ليشي تبا له او اللعنة عليه اللعنة عليه زي كي بترشموا بالأفلام ترشموا بالأفلام من كل ما سبك ونت أرى وانا صغير تبا بأسأل أبوه كل كلمة مختلفة الكلمة اللي قالها إسه قال له بلشت تبا فاكيو تبا بالضبط فاكيو بالعربية شو يعني؟ روح انتاك روح انتاك يه يه آه لا ممتاز برو فعملنا آيتم على الموضوع هذا وشفنا كتير مقاطع كمان صح في عنا من الداخل صدقاءنا وزملاءنا محلا محلا برو تطلع على التلفزيون وتحكي روح انتاك حلوه كم مره قلتها؟ صحف 8 مرات كيف عليها غاد بس بالآخر تلع بالآخر فيه آيتمز اللي هي اللي انت عارف وتتسجل فيها انت عارف انها الناس راح تحبها من المحل تبع انه فيها خدمة معينة عملنا على أضرب والريحة صيح آه أضرب 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 يلا أقولها هاتحكي أعطي أعطي أضرب والريحة صيحة أغني تاعت اللي اليوم تعالنا نقول منسوبة أو معرفة مع حزب الله لحزب الله أغني لكلمات نظر فرانسيس علي العطار هو أول من أنشدها ومن أول من أنشدوها قلنا يلي شغالي بالصهرات أضرب أضرب قلنا يلي شغالي لما بتشوف الناس بالصهر عم بعملوا هيك وفيه غنوية أضرب يعني بالصهرات إسرائيلية شغالي وبعراس وهيكا ومن غير ما يفهم شو معناها وشو مصدرها ففيه هون عملنا آيتي مع الموضوع وعملنا كمال على الزعبور الزعبور نحن نرجع لك يا زعبور اللي هو زعبور هو من مخيم بلاطة أيوان مخيم مخيم شو يعني يكون يعني فهم كيف الاسرائيلي مكيفين عليه بغنو إحنا رسالك يا زعبور طب استنى شوي فيه هون شغلتين وفيه الشغلة الأولى هي واضح نونا نوعا نوع من استلاق ثقافي كالشو هون which is not good وnot cool بالمرة not cool لا فيه ignorance أنا حسب رأيي ignorance مش طبيعي وهذا ليش مش تراجك هاي شغلة التانية كنت أحكي عليه هدا يش مش تراجك مش أصدق مش سيء طلع بنهاية المطاف اللي برقصوا والاسرائيلي اللي برقصوا على أضرب والريح تصيح تسلم يا حامي دار أنا دار يا حامي مش فهمين انتو شو بغنو عدين أو إحنا رجالك يا زعبور طب بالآخر انتو مش فهمين ليش بترقصوا عدل إشي قالتو فهمين انو اللحن هذا الشرقي كتير كتير hits home يعني سيدكم كان يسمع موسيقى زي هيك أو بالبيت كنتو تسمع موسيقى زي هيك اليوم المؤسسة الإسرائيلية خلتكم تنسوا العربي وتنسوا الأصول العربية تاعتكم الحمي نحكي على يهود الشرقيين المنشدين اللي بيغنوا هاي الأغاني هم يهود شرقيين فأنتو من غير ما تفهموا العربي اللي بتغنوها عاديين بس انتو بتعرفوا انو هذا اللحن هو اللحن بالجينات موجود عندي هذا اللحن أنا بحبه هذا اللحن أنا بحبه فيه شي كتير كتير حزين أنا وانا عمل ايتم زي كوتطحك كوتطحك وانا بل وإحنا نسجل إشي هذا بس بعد بس عيك نصيبني نوع من اكتئاب مش من اكتئاب نوع من It is tragic إنو يا جماعة هدول اليهود جاي من دول عربية أو دول إسلامية زي إيران زي هذا اللحن تبعهم هاي الموسيقى تعتهم كمان موجود بتدم عندهم فبدهم إياها عم بنجذبوا ليلها وعم بيغنوها صدفة من الكريم هاي هي ضدهم بس صدفة ويجي يجعلها ويجي يجعلها صدفة صدفة بس في شي كمان لا يمكنك أن تخذهم على أحب هذه الق曲ة أنا أحب هذه الق曲ة أخليهو يتطبل فيها يتطبل فيها هو طيب جعبها لك أنت جعبها لك جعبها لك دعوك شغلي دعوك شغلي إكسبيرينس تاعي مع الـ PMX نحن نحكي بس معظم الناس ما بتفهم شعني PMX فالسطيني الميزيك إكسبو هو كان وين كان العرض وقتها بالغراند بارك بالغراند بارك برمالله غادل إلي أنا شخصياً جزء من فرقة غزال كان من أو إذا أحب أحكي لك أحلى عرض إلي أي واحد الأول عملنا الأول وعملنا بتاعي الأول لما كانت بعجزاً متذكر لما عملنا الأرض هذا وعملنا أشكرة وقتها كانت أول مرة من أعمل أشكرة كانت طالعة جديد كانت طالعة جديد أنا نزلت على المسرح وز فاكين هاي أول شي تعني أحكي إنه الساوند كان صح تحيي عبد دعاد لماستر أحسن ساودمن فرم دريفر تودا سي يعني شش مقارن يعني مهندس صوت بالعالم في الشيك إشي المسرح الإضاءة المعدات اللي كانت تتاح لإلنا فجأة إحنا بنعرض الغرناية اللي هي مخبينها كل الوقت وبننفقها بالبي أميكس ما مضوك معنا يا زلامي ما مضوك والحدة يسلمي كان فيه كان في المانجر التاع أندرسون باك لا فيه اشي فيه حدا فيه فيه كان حدا بالدس يسمع دولكم شل واحدة فيه عندنا إحدى إحدى بدي أوجعكم شوي أنتو التنين كغزل طيب أنا كتير بحب غزل أنا معجبي غزل أنا مش زعني بالمكاش بس لا لا بكل جدية أنا بحب غزل بفكر أنكم بتعملوا إشي كتير كتير صاح بتعملوا فن أصلاني بتعملوا فن ذكي بتعملوا بروك اللي هو كتير اكسيسبل صح صح ما ختموكم مش ختمو غيركم وإحدى الشغلات اللي احنا نسخل فيها بمي ميكس إنه مقارنة بمهرجانات تانية بالعالم اللي هي نفس الطراز بنفس النوع نسبة الفنانين بختموهم صوري شوي أعلى من جسمه غزل ما كانوش غزل ما صدف أنه غزل ما مرحباً، لماذا تعتقد أنه لا؟ لماذا تعتقد أنك مرحباً؟ لماذا تعتقد أنك مرحباً؟ على آخر لو كنت بنزب للشباب أنا على آخر كنت بتاعي البرودكت السيكسي يعني فهم؟ ليه حسب رأيك؟ شو تعتقد أنك مرحباً؟ أنا بروحش بدوره بسأل بعدين المندوبين بيجيبهم ليه ما خطمتوش هداك؟ ليه ما خطمتوش هداك؟ شو تعتقد أنك؟ كمان في هنا قصة التايمينج في هنا قصة التشانس صحيح لا لا مفهم بلو لا تعتقد أنك مرحباً؟ بلو لا تعتقد أنك مرحباً؟ نحن شاطرين على المسرح بس إحنا مش شاطرين الشيلي بالماركتينج ولا بالسياسي ولا بال... بعد ما تغنوني تسجلت إحنا حمير أنا أول واحد وأنا أول واحد حبيت الاعتراب في هذا يسمع عوشي كل الاحترام على المقد الذاتي بس هاي إحدى الشغلات إحنا بنعلمها كمان بالورشات اللي بنعملها مهم جدا البالسان ميزيك أكسبو الفكرة تعتمش بس بس ولا صري كده أطشخ بدأت تكمل بس ولا يوم غزل فاقه على هدول الوركشاب بحب بحثي بغري كمان واو أنا ما كنتش أعرف بدي أشموتكم بهدلي هلا تقطقيني شمالا اليوم what the fuck يعني أنت وين رايح أنت وياه بدي أشموتكم بهدلي هلا عجاد؟ هلا بلتبع براش الحالي بحاولة تذكر إذا كنتم برورشات جماعة 2017-2018-2019 عملنا معرض موسيقى فلسطيني الفكرة كانت أنه نربط مشهد الموسيقى الفلسطيني مع مندوبين من عالم صناعة الموسيقى at the same time الفكرة كانت أنه نكشف هدول الناس لشو يعني احتلال شو يعني حياتي احتلال وشاني أنك تعمل موسيقى تحت احتلال بالمقابل بدنا كمان هدول المندوبين يجيوا علموا من خلال ورشات عمل من خلال round table من خلال أبصر كل الفعاليات التي كنا نعملها إنه كيف تشتغل صح من A to Z من بداية بكفيش إنه تكون موهوب موسيقيا بكفيش اليوم بالعالم طبعا اليوم فراث أنت عازف رائع أنا بحب كتير 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 كيف تلعب على الجيتار بس that's bullshit it's not bullshit it's not bullshit لا بالنسبة للكارير إذا نالك كارير أكنت بي بس guitarist إنه لا لا يوكا و أنا بدون هن صديني كمان أنا بدون هن مش حدا بنفعش أساوي solo project أنا مع هن بكيف صبابة كيف معهم وتعمل معهم أشياء حلوة بس فيش عندنا work ethic طبع after the song has been made إيش بننسوي في رأس الثلاثة ما ترى work ethic أنا بعرفكم في عندكم work ethics مش هذا السؤال السؤال هو لازم تتعلم كيف تصويق حالك ها كيف لازم تعلم كيف تصويق حالك اليوم بعالم اليوم إحنا شوية عم بنفوت بالتفاصيل بتخص موسيقية يعني بالقسم هذا طبع البودكاست في مشاهدي الموسيقية مش لازمك label company اليوم مش لازمك صح من فعا تكون independent من فعا تكون لحالك وإن دبندنت وتعمل كل الشغل لحالك أو بداية الشغل لحالك على القليلة إحنا بنقدر نعلم هذا الإشي لقدام رح نعلم هذا الإشي بصورة مهنية ومتتالية ومستمرة أكتر يعني تعالي نقول بس الفكرة تاعتنا كانت كمان مرة إنه نكشف الموسيقية الفلسطينية الموجودين هنا لشو يعني مهنية عالمية كيف هدول الناس بلعبوا كيف الأيجنت تاعت أندرسون باك تيجي بتتطلع بتحكي معاك من غير ذكره سامي هلا طيب أنا شوفت تصرفات من موسيقوين محليين وأنا كمان شوفت بيذوي كنت أتفشعراتي كنت أتفشعراتي إحدى الإيجنت كبير كتير رائع اسم كتير كبير بيكي بيكي كان داير بعد العرضة بصروين بتقوله هل يوجد ديمو هل يوجد مثل ثم ديمو هل يوجد هل تعطيني إشي إشي سامبل الموسيقى تاعتك بدي أسمع أكتر بدي هاي بدي أشوف في عندك موقع في عندك فيسبوك في عندك إشي في عندك هاي قالها جوجل مي وراح هلا إشي سيريوسلي ذات ديسرسبكت لو إنها فشي شي بجوجل لو إنها فشي شي بجوجل يا حمار مين يفكر حالك مش راح تعمل جوجل بالعربي وفكر إن كانت تعمل جوجل بالعربي عمنا تجوجل بالإنجليز بتحكيش عربي البني هادم مين يفشي شي كنو كان قصد روح يسأل علي بالحارة روح يسأل علي بالحارة يا عمي عمك خالك بمشيش بالعالم المهني العالم الحقيقي بلندن بنيويورك توكيو بمشيش هذا الإشي عمك خالك بمشيش ما حاضر راح يعمل عليك جوجل حبيب قلبي لازم تعطي تكون جاهز مع موت إفر مع يوس بي جاهز مع موسيقتك تعطي ويفهم إنه لما أنت تعطي السامبل من شغلك أول تلاتين تانية جدا مهمة بدك تمسك البني آدم أول تلاتين تانية لأنه زيك في كتير صح فبدك تفكر منيح منيح بكيف أنت عملت السامبل كيف أنت رتبتها شو أنت برودكاستنج أول تلاتين تانية الناس معينش وقت معينش وقت معينش وقت جلس مع غنايتك كلها حياني أنه خضيرك تزال غيرك مين أنت كان أنا ببعتوني مرات نصوص ناس بتكتب أشياء يعني لأني كاتب أول فكرة أول فكرة فكرتين بقولك بصراحة يعني بكمل شكرة كثير مرة بكمل شكرة خلاص بكمل شكرة تبنيش على أنه بالآخر تبنيش على أنه بالآخر ظلك ماسكني للآخر وأقدره لا لا ضيعتني أول فكرتين أنا مش مهتفيني إذا بيزنس موف إت سمارت يشد دو ذات يعني نفروض إحنا بالهاد البرنامج إحنا منحب نخد هايلايت معين من الحلقة زي ما كيف كان عنا شو اسمه إياد إياد الهايلايت تاعه مسك جاكي شان من كشاطو مسك جاكي شان من كشاطو مثل معها آخر فيلم فانجارد بشان لمسكوا من كشاطو يعني بالتمتيل اللي يمسكوا من كشاطو كان دي طال فيلم اكشن وبشي مشهد كان لازم يمسكوا ويزدوا مش فيلم اكشن مش love scene يعني كان لا كان اكشن لا مرحتش لوناك أنا يعني لا لا ما فهمت أنه مفكش إشاطه مرحتش لوناك ردير برو فهق يعني بينك سمارت يعني عطل اي تابن ادم دي تلقى لشي تاعك something to hook it if you hook them خلص you win مخصوصا بينك شغلات يعني يعني كيف تقدير تتدبرو عن دول الناس كلين يعني اول PMX لا بصراحة كان اوه اول PMX يبنى 32 مندوب تاني PMX يبنى 70 لا تاني PMX يبنى 50 50 تاني PMX يبنى 70 77 اوه 75 هيك شي مرحوم فجأة في صار من كوريا هناك ناس اه لا انا بالاخر اه عزموني بعدين انا حكومة كوريا عزمتني على مهرجان طلعت مع زنوبيا اه على السول اه مع عصام و الناصر اه عسيول عسول اه كان وقتا مهرجان السلام بين الشمال والجنوب ايوه طلع مهرجان تطبيعك اوه 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 لا كان بالاخر مهرجان السلام بين الشمال والجنوب اكتشفنا ان كلاتوا من الجنوب ورح من الشمال اوه عدنا مع رئيس بلديد سيول يعني بتعرف لايزر عراسن اذا بتحركوا اي حركة غلط عدنا مع رئيس بلديد سيول عن جب رئيس بلديد سيول الله يرحمه رئيس بلديد سيول كان كان بأفنة 18 كان اكتشفت كتير هو كان محامي حقوق مواطن اوكي سيبر رايتس و هي الشغلات واول ما عرفنا هو فلسطيني فطلع عليه قال لي اه افريند ففهم التوجهات واليسارية اه بعد لا صور بديش اضحك عن الموضوع بس كان في هو التهم بتحرش او اعتداء جنسي والشعب الكوري في عندهم اشي اللي بدروش يعيشوا مع مع العيب فانتحر اه صحيح في هذا اشي بالكولتشر عندهم صح فانتحر بعد بهاي بعد بكمان شهر من ما ضمير اه اه طيب بعرفش بس انه الله يرحمه بعشنا شو صار اه انا اللقائي معاك او كتير اجابي وكتير اعطاني امان وطاقات وكلها الشغلات بس بالاخر دالكم اياه انه احنا وبرجع لاللي 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 اذا بطلخص كل المشاريع اللي انا جزء منها جماعة فيلمي انا المخرج مضبوط بس انا مخرج شريك عندي شريكة املكانية اللي بتخرج الفيلم معاي ام كو دايركتنج ام نتايركتنج دايركتنج 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 اوكي البالاستان ميزيك اكسبو عندي محمود عبد وعبد ومارتين مارتين اللي عنده شركة تنتاج موسيقى بلندن كتير معروفة وكتير مهمة علاقاته ساعدتنا كتير بالأول لحتى نجلب هدول الناس لهن بعدين صار عنا اسم سونا نايش نايش يا إسنا تاون مان شو تاون مان شو تاون مان شو وكتير مان شو انكلودينج البرنامج لأنا هلا بقدمو كمان مرة نرجع أنا بحكي بصغط الجمع في وراي طاقم كتير كبير أنا يعني بكل محفل بكل منصة صدفة النقاء وقال منصة بحكي على البرنامج بس هدول الناس لازم يأخدوا كريدت لأنهم من عمل البرنامج بجنن بيخليني على طرف الكورسي زي كيفيقولو عن جد ليه انه كله انت هم عم بتتسف بني أدمين يعني هم بتفكي على جهات وعلى على ناس بسياسيين كبار وعم بتجيبهم بمحل انه انت خبير I love your approach عفكرة أبلو حاول حكي انه انه يعني بمسلا بحل لا 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 فاك بصيبني وانا عم بحضرك فكتير بأعمل برنامج وبتمنى يعني انه يعني يكمل عن جد بس عم بوصل الفكرة انه بالآخر انا بعمل شي شي لحالي آآ 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 انا بعمل شي شي لحالي سوري بضاني قول برنامجك برنامجكو برنامج الجامعة الشباب كل اياتكو مش بس برنامج الشباب البرنامج ميزيك اكسبو بي ام اي اكس هو للشباب فيلمي ومش لاشي لحالي انا كاتب جامل موقع اسمو سيخام الكوميت سيخام الكوميت انا كنت من الكولكتيف المؤسس الاول يعني لسيخام الكوميت باك بين 2014 كان معي 25 واحد وانا صورة يعني محررة طبع الموقع كان معي 3 ا 4 غيري فبنهاية المطاف اذا 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 فيه اي حدا اللي عم بصغي او واحدة اللي عم بصغه من المشاهدين المستمعين في بودكاستر لازمكن منولو استمعين آه فيه سبوتيفاي كمان احنا معين سبوتيفاي آه آه تعفنا اول مرة انا ع سبوتيفاي بشت ش Bana يوليس ع سبوتيفاي الاول مرة هذا تحكي لا سيري اي سيري هل تنجدني على سبوتيفاي؟ كمان شوية بتلايك سرلا لا 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 تنفئ صل عالنبي لا لا سيري لا لا سيري غروبت هو أول بن آدم برو بشوفه بالسيارة عن جد بستعمل سيري بكون قاعد السيارة إيش أنا فرقة سمعتني سمعني فرقة رح أعرفك من على له أي بولوس كمان أبو شريكي أنا بالتصوير بالتصوير يا برضو هاي سيري وهاي سيري كل نتفي كل نتفي كل نتفي على كل إشي بتتصله بتبعت له رسائل من اغتصبتها استعمل إبهامك عندك إبهام عندك إيدين برضو لا انت سايق بوريح كتير لا لا حتى لو انه مش سايق بيكون قاعد يعني في عندك إيدين معن لا لا سيري شو أنا مش ترعي الله يديمك سيري ده سيرتي في إيش في فرقة كايزر تشيفس كايزر تشيفس أنا زائب الموسيقى شوي غريب I love it man أنا لقلي هاي هي الموسيقى هاي هي روك بريطاني I love British rock كمان يعني أنا أوكي I have to say it Arctic Monkeys يعني they do it for me للآخر يعني جيمس فورد المنتج البرودوسر تبع Arctic Monkeys كان بي فيه موسيقى 2019 لا سادي يقول لي الساعة عش دي كل آه يلا حكي لا ساعة بتفخر لا تفخر لا تفخر name dropping I'm jealous I'm just jealous I'm name dropping يعني خلص خلصنا خلص بلاشها بروتجير ووترز خلص المحيط أنا بتقل موريش لا يسمعوا بالآخر الزوئي أنا وبحسه شوي غريب مرات فكتير مرات ما بطلعوا الناس سمعي بالسهر لأنا كنت موسيقى بعرف انت زوئك قريب من زوئي قدامك برخي بس أنا بحس كتير مرات زوئي الموسيقى شوي مش كتير تعال قول مش كتير تقليدي مش تقليدي صح مش تقليدي مش الكول بسمع هالموسيقى لا 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 خصوصا هون يعني لا 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 ما فيش كتير بحب أنا بسمع كل شي بحب بسمع كل شي بسمع كل شي as long as it's good يعني بس الافينيتي الكبيرة تاعتي الانجزاب الكبير تابعي بيكون دائما لروك بريطاني لسبب ما لروك بشكل عام يعني الروك الامريكاني كتير مرات بحسه فيه بوزة مرات فيه بوزة فيه بوزة فيه هيك الروك البريطاني بحسه أنظف عشكي هافسرها it's much more grounded it's much more finding purpose معين اللي عماني بجوز اه بعشكي فاي صح وانا عمحب الساوند تاحين الساوند كمان اه صح يعني استوديوهات بريطانيا فيه ساوند اللي هو بعلم الساوند الموسيقى بسموه ساوند بريطاني فيه هيك اشي انك تأتيف تولي سنجل بابيرودز بالزبط ابيرودز هذا حلمي انا اكون بابيرودز ستوصل ان شاء الله سجل بابيرودز فيه اسا سيريز لازم نحضر عن فكرة لا لا ديش عدر البيتلز ليت كاش تحضر البيتلز ديش عدر البيتلز فلاس ليه فلاس لا 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 انا بعرف المسلسل عم تحكي عليه انه عندهن 14 يوم يطلعوا بالبوم ويطلعوا فيه لايف بس المسلسل ما فيش فيه احداث عم بتصير غير انهن عم بدخنوا عم قاعدين مع الالاتهن عجانب عم بالطول اه ايه هذا الجملة جامدي خاهاي حياتنا ما نعايشها من طيب بس ادول البيتلز كتير فلاس بجنن بس ما عني ازا كانك احضرت الاشي صورت حاضر الاشي كنت احضرت اول حلقة وبعدين قلت خلاص يعني لما انت عايش الاشي لما انت غاد شو يعني غاد يعني غزل بتليفوناتنا وبتسجيلات جانبية وكذا منعنا ساعات على ساعات على ساعات على ساعات تبعت ألحان تبعت موسيقى تبعت جامنج تبعت كلمات من هون جمل من هون نت انريليست ولا ايش عم يعني نفس كيف عم بالمسلسل فكأنه هني عم بحطولي جبولو على الجروح بحطوا اه فهمت برشوا ملاح اه برشوا ملاح على الجروح انا ما انا خلاص انا مش عادر انا فيه ملا اشياء لازم انتو جيت ريليست محلة بعدين خلاص ويوكو اولو بتلفل في حواليهم اه بتسجلوا جون جون حبيبي جون اه اصلا شو كان يفكر اصلا شو كان يدخر كلهم كلهم اه من بدي تعطيني صفة حلوة فيك صفتين عطلت فيك هذا ايش بتسألو لو توصل كل الديوف يعني بالاخر هيك لا اسمع احنا بالبرنامج منحب شي مرحلين نحاول ننمس مندقر المنتل حساب رأينا كتير محل ولا مرة بسألنا في السؤال هذا سؤال لا ولا مرة في السؤال ايش هاي تفادش الامريض لا لا بس انو اشي اللي يعني احنا بدي 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 بمحل معين انا حابب يصير هذا منقشات تصير بالعادي بالصبابة بين اي شباب بين اي قادي مش لازم نستحي نسأل عن هذا الاشي ولا نحكي عن شو احنا حاسين ولا نتوجه لمساعدة مهنية لما احنا بحاجة لمساعدة مهنية انا اليوم بادر بستحيش من الاشي انا بعترف انا بروح على عندي مساعدي والله كل احترام بروح على الاستشارة بفكر انو اذا عندي القدرة وعندي الوقت وعندي الوقت مش دامن فيه بس انو بفكر ان ايشي مهم جدا كمبلتلي كمبلتلي خصوصا بالفترة الاخيرة مع المشروع الجديد تبعي مع البرنامج في كتير تحديات اللي اول مرة بساطفها بحياتي فبدي مساعدة مش عيب الواحد يعترف انو بدي مساعدة بدي يفهمشو بصير معا الواحد بدي يفهمشو بدي حدا يساعده اللي تبروست كي بولو تبروست بالعربي تسيت مش تحلله يهضم تستوعب يحلل يصير مع الواحد ويقدر واحد يخلش محلات يجابية ومش محلات اللي اتضمره فأنا لا مش عيب واذا الواحد بيحس اكتئاب واذا واحد بيحس حزن واذا واحد بيحس صعوبة معينة دايما 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 فيه لمن يتوجه الواحد وما يحسش انه هو لحاله وفكرة بانك تسأل وتطلب المساعدة هاي اول طريق للحل المشكلة اعترف انو عندك مشكلة اعترف انو انت بحالة مش دايما سهلة بحالة مش دايما مريحة بدي ارجع على صفة منيحة فيك صفتين عطلات فيك صفة منيحة بفكر حكين عليها من قبل بفكر انو هاد الليش يفهمتو على كبر انا بعرف احيط حالي بالناس الصح النجاح هو مش فردي مش مش عالا نعجح مش عالا نسمع لا امان لا امان هو كبير مرات انت متواضع كتير هاي اش متواضع بالمرة بس انو حتى حتى اذا برغي انفقد من مطور راح مش مش تشتغلش المطور فحتى لو انا كنت البرغي فانت شغلت اشي بالضبط وافهم انو انت برغي وافهم انو بدك كمان براغي وبدك كمان مطور فاحيطو حالكم بالناس الصح انا هاد اشي اتعلمتو على كبر وفهمت انو انا عندي القدرة هاي وعندي يعني الله عطاني اعطاني اكمن شغلي اللي بتساعدني اوصل محلات معينة وفي الحالات معينها لازم احيط حالي بالمحلات الصح بالناس الصح اللي يداروا يساعدوني ويثروني مش يخدوا مني طاقات بس صح مليون بس بس يستهلكوا طاقاتي بس يستهلكوا طاقاتي بس 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 لن تجعلك تشتغل يعني بس يعني هاي الصفات عاطلة انا مش صبور كفاية هاي مشكلة منديها بتزق بسرعة صح مش بس مش صبور كفاية انو ازا فيش اسيا عم بتصير اسا بزعل وباخدها عخاطري وبصلتي محروقة ازا كيف بقوله طا انا حساس حساس مش اشي مش بس حساس انو كمان بدي اشياء تسير واذا مش عم بتسير باخدها عنفسي اه مش مليحة اكتفهم مرات انو بروسس انا هاي بقولها لحالي انا بحكي معها كعد بس بحسنه بحكي مع حالي يعني بدا اكتفهم انو شغلات بواخده لوقت وكل شي بوقته وفي بروسسس بالحياة يعني فبواخد كتير كتير وقت اللي شي مرات وبتفهمش ليش بس انو فانا مش انسان صبور للأسف وباشتغل على حالي كتير بفكر انا كتير اتحسنت عن يوم عمره 37 سانية بس مان انتي صبرت من 2016 لليوم دي اطلع الفيلم بس هادا عادي بعالم السينما الفيلم السينما طلع الفيلم وراح يطلع بالاشهر القريب كيبان شهرين شهرين القرابة وراح يكون بمهرجانات وان شاء الله اه فهدا اسرار كمان هذي صفا بنية ها عطيت اخيها بس هاي سينما السينما بوخد لوقت بوخد لوقت بدا بالبدكاش مشبور تصبر نوش تستنى يعني الادتينج بدي وقت كل شي بدي وقت كل شي بدي وقت مان يا 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 من حتى بالتصوية دك تقعد لأكشن تيبلش فيه أكشن دك تقعد كتير وقت قبلو يعني فقال مشبور تصبر نحن لتحرق التحرق التحرق نحن لتحرق انها جزء منها انك انت انا متخرف معاك كثير عن الموضوع انو انت بصلتك محروق و بدك الاشياء تصير تحرق تحرق دك تكون دك تحرق دك تحرق تتعصبه لا لا مش عصبه بس يمكن انا حدا انفرت من جوا بتعصبه بس بأول مرة بورجي لبرا بس يمكن مرات بتطلع مش قصد أضفر على ديب أو أضفر على أي حدا بتطلع بالله وبدو ما أحس مع أن حدا دقري بس أحس إشي بحكيه بس مرات بحس حالي ما أمشوف حالي وانا عم بقبي إشياء بقبي إشياء بفقع بس إنه فاك نسيت كنت عم تحكي عم إشي مهم وراح عم بالي صفة ثانية عشان إسا بتذكى كتير مرات ردود فعلي من محل عاطفي مش من محل عقلاني هذا كمان عادل هي شوية شارفوا لاتبعها كتير مرات بقى بردود فعلي بحسهاك شوي لا كان نفع عادل العشرة يعني كان لازم عادل العشرة كان لازم فكر شوي من المنطلق تبع إنه فكر مصلحتك فكر مجلة عقلانية كتير مرات يعني الإيغو تبعك حطه عشقة وروح أم حلات تاعت إنه أنت عندك مصلحة كبيرة كتير مرات بقول لحالي طلع حالك من الجانب أنا بفكر واحد من الشغلات اللي يعني هي زي ما حكيت له مش راح أموت ولا راح مش راح أموت مبسوط إذا ما عملتش فيلم أو أكذا فيلم واحد من الإشياء اللي أنت عم تعملها من 2019 2016 صار إلى اليوم أنت عم بتساوي الفيلم يعطيك العافية بس إنه هذا هو يعني أوكي أنت كمان عملت بيك برودكشن صح؟ ما كانش الإشي خليني نقول ثلاثة وأربعة أو خمسة أو عشر بني آدمين عم بيشتغلوا على هذا الفيلم كان في أكتر صح؟ لا أنا بشتغل على فيلمي دوكومنتري فبالدوكو فيش كتير ناس فيش كتير شخصيات بيشتر معاك مش مش فكشن اللي عندك عشرات الناس على السيت وكاميرا كرو وكاميرا كرو وشيكيند كاميرا كرو وبعض شيش وكل هاي مش 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 هناك إحنا إحنا محلتان إحنا الفيلم تبعي هو دوكو والتصوير أكتر كانت غيريلا ستايل وأنه أو بالدوكو الإشي إنه إذا كتحاول تكون قد ما بتقدر لقبالك يكون مرتاح وإنتيمت وما يحسش وبالضبط فاداش حدت له إسكندار كوبتي نفرد اللي هو مخرج وثائي مهم مخرج فكشن فيلم رواية صديق للبرنامج حفكرة إسكندار 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 كتير راح بشغله إسكندار بصور بصورة اللي هي منيمال يعني بصور من غير ما يكون عنده ألف واحد على السيت مع عدد قليل جدا ساحو بيشتغل معناه أكتر معناه أكتر أنا هاي نقطي اللي هي يعني كان في نقاش بينه وبين ديب على الموضوع إنه لأ معنف دك تخوض الخطوة هاي يخوضها صح يكون معك تيم يكون معك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ست سبعة ثلاثة هاي خطوة اللي هني بدي أعمل فيلم بدي أعمل فيلم أنا يعني كاتبت شيء كاتب أفكار طبع سيناريوهات أنا مش سيناريوهيست وأنا بحب أخرج أو بحب أصور وبحب أمنتج فمش عارف أي طايد ألبس بالبرودكشن أو بالفيلم اللي ده أسوي بس إنه مش فارقة معي المهم إنه أسوي أو أخوض التجربة خليني أغلط خليني يعني شو أوقع وقعات هبلة يعني بس عشان أوصل إنه والله في عملت فيلم فيلم تشو أصدي فيش طريق واحدة فيش مسلك واحد وفيش صح فيش إنه بس بهذه الطريقة بساوي صح بس أنا حسب رأي دايما إنه حاول استخدم يعني إذا فيه إمكانية تنعصر أنت شوي وتطلع المكسوم من السين معين أو ياته إيش بدك تسوي فهمت علي مش إنه يلا تراغ أوكي كل واحد بأيدينا في تليفون بيقدر قصة يفتح التليفون ويصور ويعمل جد يعمل فيلم فهم بس إذا دا دي يخدم القصة وديخدم الهاد إنك إنت تجيب الكرو وجيب واحد خصوصي للإضاءة أنا أفرض واحد خصوصي لأيات إش تاني فهمت علي ما تتنازلش على الموضوع فهونا أنا باش بقول لك أصبر شوي يعني فهمت علي هل بتحكي على دوك ولا رواية عم بحكي على يعني سيناريو مكتوب ممتلين مشاهد أوكي فيش صح وغلط وفيش كلها الشغلات رواية طويل تحكي على فيتشر يعني تسين ديئة مينموم خمسة بعين ديئة هيش زي فيش صح وغلط أنا بأمنيش إنه في بنادة ممكن أعطيك نصائح صح إنه أمشي المسلك هذا كل واحد عنده طريق وبالآخر إحنا أنا لما فت على المجال هذا أنا ما نوبادي وأنا لسا دي نوبادي أنا بسمي حالي مخرج والصراحة مرات بستحي من الإشي هذا لأنه فيلمي لسا مش طالع بس عتفكر يعني أنا عندي شريكي كمان اللي كتير 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 تتذكر نش حكينا من قبل محيط حالة بالناس الصح شريكتي عملي أربع أفلام من قبل يا لسا وليس بمسكيل المناتكة نعمل فيه وليس بمسكيل المناتكة وليس بمسكيل المناتكة ولو واحد مع فكرة لدي هاي بس أنه أفلامها منيحة أفلام مخصائكية وبتعلم السينما بأب ستت نيويورك يعني بسكيد من الكوليج يعني اللي كمان دعموا فيلمنا فكتير ساعدني انه في عندي واحد اللي اشكلا she knows what she's doing يعني بهذا having said that بقولش انه كان لنا طريق كتير كتير سهلي كان لنا كتير كتير لحظات اللي بيكوننا بدنا انا اياها نزلت حالنا و مش فاهمين وعن عمال امروح والفيلم بجوز يفشل يعني بجوز بعرفش قال انه فيش كارنتيز بالحياة بس فيش طريق واحد وفيش مسلك واحد وبالاخر قدراتي قدراتها لسارة شريكتي دمجناها مع بعض ربما سأقول لك تامر زت حلق زت حلق هي زتة بالماء وكون فاهم انه راح يصيبك بجوز بالاول مش اول يوم يومين اول اسبوع اسبوعين افهم انه لما انت تبلش مشروع جديد هاي شغلة كتير كتير انا تعلمتها انا درس بيولوجيا اصلا انا من جاء من شركات ادوية وعلموني انا مخصنيش انا بالخلفي الاكاديمية تاعتي ولا خصني باللي بعمله هلا علمونيا شغلها بشركة الادوية التي كنت اشتغل فيها شركة الادوية امريكانية كنت اشتغل فيها من تقريب عشر سنين كل مشروع جديد انت بتبلشوه كل مبادرة جديدة تاعتك بشي مرحلة بالاول راح تيأس معظم المشاريع معظم المبادرات بتركوهم بعد باشي يسمى بالهانيمون فيز انت بتكرت هلا اشي انت جيت مع مبادرة جديدة جيت مع مشروع جديد اول يوم يومين ثلاثة اربعة انت بأوفوريا انت مبسوط انت بتحلم بعدين جيت تتخطط جيت تبني مزانيا جيت تبني ابصرشو جيت تبني هاي والكفين اللي انت اكلتهم هلا هو جزء من البروزس هدا وما تنضطش انا بحكي هذا الاشي انا كان لازم ناس ترفعني وانا اشتر على الفيلم واحنا نشتر على بياميكس واحنا نشتر على كل لا تربع الاشياء اللي عملتها بحياتي كان لازم ناس ترفعني تساعدني وتقول لي تفهمني اللي انا بحكيه هلا انا بتشاطر انا بحكي بس بالاول انا كنت بالمحل هذا لان كان لازم نستجي بتذكر بالان 2017 كنت قاعد مع سارة شركتي اجتلك كمان تصوير اضافة للفيلم اشي صفية 2017 انا مش عارف شو بنعمل عادي انا انا مش عارف شو بخبز قاعدة انا شو بنعمل عادي انا مش فهم شو نظرا نمول هدا الاشي من نظر نعمل هادا الشي ونظر هاي وانت شطن مكفين من تفوريكل يعني نحكي بتشبيه هون إحنا وانت شطن مكفين هادولا رفعوني وليما هي كانت بداول أنا لا تشطر مكفين هادولا لأنه كونت فاهمينه وبيوخد السنين فيه مبادلات اللي بتخدو سنين ومعقولة كمان ما تضبطش بالآخر بس انت حاولت وانت عملت الي هاي أنا باعرف يعني فباعرف كدراتك وباعرف الطاقاتك وباعرف الموهي بتاعتك فبا امل انا بأمن فيك وباعرف انك تده تاخد محلات زي هيك ما تعملش جشي لحالك متعملش جشي لحالك متعملش جشي لحالكم اللي بعمل لحاله بفشل اللي بعمل لحاله بفشل دايماً كل وقت كنتวحط قبالي عثرات يعني ازا مش راح اساوي الاشي ازا ما كانش عندي الكاميرا لفلانية مش راح أقدر أساول هاي إذا ما كانش عندي قدرات الإدتينج لفلانية مش راح أقدر دائما الإضاءة لفلانية دائما وعم بوصل وعم بجيب وعم بجيب حاليا عم بجيب وعم بضلن هقول طب إيش ضاء إيه؟ آه لا في كاميرا أحسن وفي ضاء أحسن مش بالإبداع وبالفكرة مش بالإبداع وبالفكرة مش بالإبداع بيجي عندين منصور بالكاميرات تاعة 23 في شكل الساوند هنا الستوديو طبعا دي هول الشت يعني وظف يعني واو يعني رائع إنه عندنا التقنيات وعندكم أنتوا التقنيات هلقد منيحة بس مش هذا هو الفرشل مش هذا هو الهاتف صح فيه ولد عماله بأبسروين عمر 15 سنية عمده لابتوب بيقدر يساوه موسيقى بكتير أحلى من عياتها واحد ثاني اتسنط بوضع إيكو اتسنط بوضع إيكو انت البرودكت مش البرودكت ولا الفكرة تاعتك انت البرودكت شكرا يا رجل دا كتمول حالك دا كتمول مشروع لإيك دا كتفى منه انت البرودكت و هذا مش عالفكرة مش بس من مجالات الفنية كمان مجالات تانية بحبيت انك اعطيتني الصورة تبعت انه انه انا مش لحالي بالبروزس هذا انا يعني اسا انا اللي بيكون لحاله اللي بيكون لحاله معظم الاحتمالات إلا زهو إيلان فاكن ماسك معظم الاحتمالات انه يفشل منفعش جايز ظهر البوس تبعي مش لحاله مش لحاله يعني مش لحاله شفت الطاقة من اللي باني هو يعني وعم بتعلم منه تسا تيم افرت لازم واحد يمسك التاني ويشده له قدام يعني حتى بدام باخد الشغالات لمحل موسيقى من اعظم ألبومات اللي تساوت نفر الان لإلي في فرقه اسمها ستيلي دان من اعظم ألبومات لإليهم بهاد الألبوم كان في شغال فوق الخمسين بنا آدم موسيقيين وهد الألبوم هو ريفولوشنري كان اشي اللي هو جديد والمرة كان فيه ايشي يعني فمجبور مجبور للتيم افرت مجبور للأوكي هد أحكي لك قولي شو رايك أحلى ألبوم لبيبي كينج الألبوم عمنا مع إيريك لابتون مع إيريك لابتون صح صح هترببك بس تريل اسجل اسمعه بموت عبيبي كينج جوفوا مع موسيقية عباكرة تانيين بتقول أوكي واو 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 بيثرو بعض هدولا يعني بس هده من ديفرنت تايم لاين من ديفرنت ايج بيبي كينج يعني انه اوكي صح؟ ايش يعني من تفيره؟ هو جاي من قيرة مختلفة عن إيريك لابتون إيريك لابتون خلينا نقول لما بيبي بي كينج بلش يعرض كان إيريك لابتون بعضه طفل أو بعضه ما خليش بس أفكر له كله عم بحاول يحكيه إنه إيريك لابتون أجا وحط زي السجاد الملائمة تحت إجريان بيبي كينج تا ينسى مع بأحسن وجه فيمت إيش أصدق ينسى مع أكتر مودرن يمكن أنا عم بحاول أناقش مش بالمتال جدا بسيط المتال هو إنه بيبي كينج الموسيقى العبكري هادة اللي منعرفه أو جزء مننا منعرفه بينظري كمة الإبداع تاعته كانت لما هو راح عمل مشروع مشترك مع كمان موسيقى عملاق داني مش لحلق فيمت أصدق يه والله يعني I enjoyed this episode man وينت الفيلم تاعت تقريبا خلينا نقول إحنا هلا عملا بنخلص الفيلم عملا بنعمل نشي بقولوله fine cut fine cut means إنه الفيلم عم بخلص هلا بنشارع موسيقى للفيلم راح يكون الأوريجنال ساونتراك تبعا أنا أغني جديد إلى دام موسيقى بلد بلدي ليد تامر محمود دام بحب إنه من جوة لجوة سهيل جوة ولا لأ وفي عندك محكاة أنا ما صباح بسيب سهيل يعني بسيب سهيل بل جارس بأمريكا شوي صعب نجيبه يعني أنا سهيل أخوي تحيات لسهيل دياريت معيسا يعني بنحكي عاديين على على مشروع اللي اللي راح يكون راح ننهي بفكر كمان شهرين ونص راح نعرضوا بمهرجنات وإن شاء الله راح ينجح بمهرجنات بالنجاح من بالنجاح من بالنجاح من بالنجاح من بسألتوني عليه التخطيط هو إنه يكون في بي ام اكس الفين واثنين وعشرين بشهر تسعة محمود جريري راح يكون ضيف راح يكون ورح نسأل أكثر جيب ودوره وسألوا أكثر هاي على بي ام اكس الأخير محمود حكا لي شغل الأسبوع اللي فات كنت أحكي الأسبوع هذا مش مذكر كنت أحكي أنا وياه على الموضوع هذا واللي بالطول بالعرض يصير السنة هاي بي ام اكس فها هادا سكوب هادا سكوب بالطول بالعرض يصير بي ام اكس تش 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 بجل طوف طوف ع المناصب 2019 ع المناصب 2019 اللي قدمت معاي بي ام اكس مايسة عبدالهادي حكت للجمهور الجماعة عبدو مش يعملوا بال2020 صارت كورونا صارت كورونا وطلعنا منها 2021 للأسف مدت الكورونا 2022 بكثير زومبي رونا مش راح يصيق اسم أختي رونا 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 مش راح يصيطي الفيلم لا إشي خلص صارب دمنا أصلا زومبيز برو زومبيز فجيبوا محمود جيبوا دوره سألوا أصلي على بي ام اكس أكيد أكيد راح يكون في بي ام اكس السنة هاي حتى لو عملنا مصغر حتى لو عملنا بسيط حتى لو عملنا بسيط حتى لو عملنا لإلنا أنا بقول لك بصراحة يعني أنا فايتي بألف يعني هلأ عندي برنامج عند الفيلم بخلص فيه عندما أخلص الفيلم راح نسجل مان وإن شاء الله غزل تمضي هاي السنة إن شاء الله غزل تمضي هاي السنة وأنا بقول لك شغل واحدة أنا التجربة بتاعت البالسطين ميزيك إكسبو السنة هاي كمان مش متنازل عنها أنا كتير كتير بحب نعمل كمان مرة معرض موسيقى في فلسطين نعم واضح إنك أنت بتحب تساوي هالشي واضح واضح تحبتها إنه يا بيبي أشكرا نعم كيف تساوي إشي كتير مفيد لإلنا ديب كاميرا إنه ليس فقط مي بيبي إنه بيبي فيه كوفاوندرز معاي اللي بشتغلوا كمان سكو بصغير كلاتهم بشتغلوا أصعب مني أنا شاطر بنو أخد كريدي بس بالآخر في عنا هون ناس اللي المشروع دم مهم لإلهم هم جزء من فريقي وأنا كتير فخور بني كتير بشراكي مع الناس هنالجي بجنن مان بجنن بقولك يا إسا كمان وكصديقي يعني I love you, your humbleness You are a f-ing humble Amazing man That's official man شكراً لكم شكراً لكم